السلام عليكم ورحمة الله حبيبنا طلب الثلاثة سنوات احنا نسلنا قبل كده ورشة الحل اللي كانت على يونت 1 ويونت 2 النهاردة ان شاء الله رب العالمين احنا هننسل ورشة الحل بتاعت يونت 3 ويونت 4 والمفروض ان احنا عملناها المرة اللي فاتت وكنا راجعنا على ال 2 يونت بس راجعنا عليهم بالحل وحلينا اهم الاسئلة اللي كانت على الكلمات واللي كانت على الجرامر من موقع اللي هو اصلا بيحط لنا المنهج بتاعنا اللي هو القموس بتاع لانجمان فطبعا اسئلته مهمة جدا فعشان كده احنا هنحلها في صورة مراجعة فهتلاقيني مراعج على الكلمات والجرامر من خلال الحل طيب بالنسبة للجرامر لو حد فيك وعايز يراجعه ما انت عندك هتلاقيني بنزلك لينك في وصف الفيديو تحت اللينك ده هتلاقيني بعمل فيه عم الناس هتلاقيني عامل فيه مراجعة يونت 3 و يونت 4 عامل المراجعة بتاعت الجرامر بتاعتهم بس بطريهة لزيزة جدا فهتلاقيني حاطط لك لينك في وصف الفيديو تحت اللينك ده هتلاقي فيه المراجعة بتاعت يونت 3 و يونت 4 يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عندك ليه؟ بتراجع بيه الجرامر عندك كمان بنحل هنا على الكلمات وبنحل على الجرامر فلو في حاجة كمان كانت وعى منك من الجرامر هتلاقيني زبطالك في حاجة وعى منك في الكلمات فقتليني أصلا بحل على الكلمات المهمة اللي عندك فما عندكش حاجة مع طبعا حصص اللي احنا بننزلها كل يوم خميس ما عندكش حاجة اخر السنة وبس كده بص بقى تعمل لي الكوباية منسخة فيه كده رائعة او كوباية قهوة مهم علق لي كده بس برطايتك الجميلة علق لي على كوباية القهوة بتاعتك خليك تطلع بوش كده عارف انت وش وش مكيف وبعد كده تعالي رغينا كتير قوي معلش يا المقدمة لازم 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 بل واحد كده عارف انت يقولك المفروض هيعمل ايه؟ تعالي بقى انسيبنا من كل الكلام ده تعالي نبدأ نحل مع بعض المفروض لينت الملزمة اللي انا بحل منها تلاقيني بنزلها لك في وصف الفيديو تحت نزلها وابدأ احل معايا ويلا بينا نخش نحل على الكلمات بقى نحل على كلمات يونت 3 ويونت 4 وخلي بالك مش لازم يجيب لك نفس الجمل دي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحل على اهم الكلمات الموجودة كوة كل يونت فمش لازم يجيب لك نفس الجمل بس هو ممكن يوظف لك الكلمة اللي احنا بنحل عليها دي اتو يوظفها بجملة تاني فبقى انا فكرتك بالكلمات دي ات من وسط جمل عشان يبقى سهل ان انت تفتكرها بعد كده طيب تعالي نبدأ كده سريعا مع بعض اول جملة بيقوله the new villa الفيلا الجديدة is a by large garden يعني هي بحديقة كبيرة يبقى اكيد هقول ان هي محاطة بحديقة كبيرة فكلمة محاطة بي اللي هي is surrounded by وخلي بالك ان فعل surrounded دوت الفعل ده مهم جدا 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 معناه ايه؟ معناه يحيط بي جملة اللي بعدها بيقولي she usual هي عادة works hard بتشتغل بجد she a herself in her work يعني هي ايه نفسها في شغلها يبقى هنا هقول ان هي بتغمر نفسها في شغلها او هي بتغمس نفسها في شغلها لابتلاقي حد بيتكلم كده بيقولك ان هو بيشتغل بجد هو بيعم كل حاجة بجد يبقى هو بيغمر نفسه في شغله او بيغمس نفسه في شغله فكلمة يغمر او يغمس نفسه اللي هي كلمة ايه؟ immerse خلي بالك الكلمة دي برضو مهمة جدا 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 الجملة اللي بعدها بيقولي some people بعض الناس believe that بيؤمنوا ان a on animals is cruel behavior يعني هو السلوك behavior ديت معناه السلوك و cruel يعني قاسي يبقى هقول ان الناس بتعتقد او بتؤمن ان التجارب على الحيوانات هي السلوك قاسي فكلمة التجارب اللي هي كلمة ايه؟ ex experimenting اللي هي دي الجملة اللي بعدها بيقولي my friends اصدقائي and I always try يعني اصدقائي وانا دايما بنحاول to be ان احنا نكون ايه of each other's preferences يعني لكل او لتفضلات كل واحد فينا او للحاجات اللي بيفضلها كل واحد فينا يبقى هنا في الجملة هقول ان كل الصحابي وانا بنحاول ان احنا نكون محترمين للحاجات اللي بيفضلها كل واحد فينا او للحاجات اللي هي بيفضلها كل واحد اخر تاني فكلمة محترم ليه اسمها يبقى respectful of هو مديني بعد النقط of يبقى اختار respectful ليه الاجابة دي جملة اللي بعدها if you have لو انت عندك any a question لو انت عندك اي سؤال ايه please email us يعني لو سمحت ارسلنا بالبريد الالكتروني ففي حاجة اسمها سؤال ملح او سؤال مهم جدا اسمه يبقى burning question يبقى تاني في حاجة اسمها burning question اللي هي اسمه سؤال ملح وبرضو خلي بالك ان دي مهمة جدا جملة اللي بعدها بقول لي the ministry of education يعني وصارة التعليم has been trying يعني بتحاول او كانت بتحاول to support ان هي تدعم ايه to digital learning للتعليم الرقمي يبقى هنا في الجملة دي اتهاقول ان وصارة التعليم كانت بتحاول ان هي تدعم مثلا طرق التعلم الرقمي او مناهج التعليم الرقمي فكلمة طرق او مناهج اللي هي كلمة ايه approaches وخلي بالك ان دي مهمة جدا approaches معناها مناهج او طرق او ممكن برضو approach ممكن تجيب فعلي يعني بمعنى يدنو من او يقترب من وعندك operations دي لها العمليات الجراحية أو obstacles معناها عقبات وشفناها في unit 1 ودي في كالتس طبعا معناها السعوب الجملة اللي بعدها بيقول لي it is bad يعني انه سيء to telephone others ان ان انت تتصل بالاخرين at a times في او at a فاكيد حاجة مش كويسة انت تتصل بالناس في اوقات مش مناسبة فكلمة مش مناسب او غير مناسب اللي هي كلمة ايه in confident وبرضو الكلمة دي مهمة جدا يبقى تاني كلمة in confident دي معناها مش مناسبة او غير مناسب طيب تعال ننزل تحت شوية جملة اللي بعدها بيقولي it had been a نقط successful year يعني انها كانت سنة ناجحة ايه i had the opportunity انا كان عندي الفرصة to achieve نحق all my dreams كل احلامي يبقى دي كانت سنة ناجحة ايه يبقى اكيد هنا هحط حاجة برضو يكون معناها كويس حلو مش هينفع اختار terrible معناها فضيع و terribly برضو بشكل فضيع فضل عندي spectacular و spectacularly واحدة منهم صفة adjective و واحدة ظرف حال بص لما تلاقي بعد النقط successful دي معناها ناجح صح دي ايه دي صفة لما تلاقي بعد النقط صفة ففي اغلب الاوقات هتختار قبل الصفة ظرف حال يبقى تاني لقيت بعد النقط صفة تختار قبلها ايه ظرف او حال اللي هو غالبا بيكون اخره الايه ال y جملة اللي بعدها بيقول the a system يعني النظام الايه consists of بيتكون من the sun الشمس and the objects وكمان اللي هي الاجسام that orbit it التي تدور حولها يبقى كده اللي بيتكون من الشبس والحاجات اللي بتدور حوليها ده اسمه النظام الشمسي فالنظام الشمسي اسمه solar system solar system اللي هو النظام الشمسي جملة البعدها بيقول there is now a large selection of portable platoos ايه يعني الان هناك large selection يعني مجموعة large كبيرة of portable platoos ايه portable دي معناها محمولة يعني تحمل يعني حاجة بتتمسك يعني فبيقول لي في حاجات ايه بتشتغل بالبلطوص محمولة available متاحة on amazon in Egypt متاحة على موقع amazon في مصر فتعالى منشوف الاختيارات حاجة تكون بتشتغل بالبلطوص محمولة هل readers كراء لا speakers بص speakers ديت ممكن تيجي بمعنى مزيع او متحدس او ممكن تيجي برضو بمعنى سماعة اهو ممكن اقول لي ان فيه سماعات بشتغل بالبلطوص محمولة فspeakers ديت تنفع في المعنى لكن listeners دي معناها مستمعين ما تنفعش و writers يعني كتاب برضو ما تنفعش جملة البعدها بيقول لي the a is no longer mysterious كلمة mysterious ديت معناها غامض تاني معناها ايه غامض mysterious غامض فبيقول لي الايه لم يصبح او لم يعد غامض thanks to بفضل scientists العلماء who have clarified الذين اوضحوا the world العالم round us من حولنا يبقى كده ايه اللي ما اصبحش او لم يعد غامضا لان العلماء خلاص فسروا لنا كل حاجة فيه يبقى الكون لم يعد غامضا او العالم لم يعد غامضا فكلمة الكون دي معناها ايبقى universe universe ديت معناها الكون وبرضو الكلمة دي مهمة جدا الجملة اللي بعدها بيقول لي photosynthesis photosynthesis معناها عملية البناء الضوئي عارف عملية البناء الضوئي بتاعت النباتات اسمها photosynthesis بيقول لي بقى العملية ديت is the a هي by which green plants اللي عن طريقها النباتات الخضرة and certain other organisms واكثر او بكائنات اخرى محددة transform بيحولوا light الضوء energy او بيحولوا طاقة الضوء into chemical energy بيحولوها الطاقة كيميائية هو احنا قلنا ان دي اسمها ايه photosynthesis معناها البناء الضوئي هي ايه هي عملية عن طريقها النباتات بتحول كذا كذا طيب كلمة عملية ممكن تقول operation معناها عملية و process برضو معناها عملية بنختار مين فيهم بقى عمل حاج بص operation دي عملية بس عملية ايه بقى تعني اكتبها كيف اللي سوت عملية جراحية تكلم عن عملية جراحية اختار operation لكن اي عملية تانية بيبقى فيها سلسلة من الخطوات يبقى كلمة process طبعا عملية البناء الضوئي ديت مش عملية جراحية يبقى هاختار ان عملية البناء الضوئي دي مش عملية جراحية يبقى اختار ها process لكن لو كنت بتكلم مثلا عمي عمل عملية جراحية على رجله فكلمة عملية جراحية كنت تختار operation جملة البعدداء a او an a is a statement يعني هو تصريح او نقاش or series of statements او مجموعة من التصريح for يعني مع or against او ضد something شيء ما بص لما يجي يقولك ان ده statement او مجموعة من statements بتكون مع او ضد اي شيء اعرف ان ده تعريف argument argument ديت ممكن تيجي بمعنى جدال او نقاش او الدعوة دعوة مثلا لحاجة دعوة مثلا قضايا دعوة لحاجة عموما هنقعد نتناقش فيها بخصوص حاجة ان احنا معاها او ضدها فدي كلمة ايه argument يبقى خلي بالك ان كلمة argument هي تعريفة ان هي statement او مجموعة من مع او ضد شيء ما طيب تعال نروح للصفحة اللي بعدها جملة اللي بعدها بيقول ايه نقط is a vehicle يعني هي مركبة or machine التي من يعني المفروض يعني ان هي travel تسافر through space خلال الفضاء فالمركبات اللي بتسافر خلال الفضاء دي اللي هي المركبة الفضائية فمركبة فضائية خلي بالك معناها ايبقى spacecraft خلي بالك الكلمة دي مهمة تاني spacecraft معناها مركبة فضائية جملة البعدها بيقول منذ هبوت ابولو 11 1969 في سنة 1996 12 A have walked on the moon يعني في 12 A مشيوا او تمشوا على الامر يبقى اكيد على الامر يبقى انا بتكلم ان 12 من رواد الفضاء فرائد الفضاء معناها ايبقى رائد الفضاء معناها astronaut astronaut اللي رواد الفضاء لكن astronomer معناها عالم الفلك يعني لو قالك اللي بيدرس النجوم والكلام دوت يبقى astronomer ايه بتاع القمر يبقى على سطح القمر فكلمة سطح معناها ايبقى معناها surface يبقى surface معناها سطح جملة البعدها بيقولي which of the following اي من اللي قدامك دوت means in general يعني معناه في المجمل او في العام بص كلمة in general اللي هي معناها عموما او في المجمل بتساوي في المعنى كلمة on the hall تتاوي في المعنى كلمة on the hall يبقى خد بالك عشان ممكن يسألك فيها مثلا ويقولك حكي synonym المراضف بتاعها او بتساوي في المعنى كلمة ايه او ممكن نستبدلها بكلمة ايه ف in general نستبدلها ب on the hall او ممكن يقولك on the hall نستبدلها ب in general جملة البعدها بيقول do you agree هل توافق the technology ان تكنولوجيا ايه our lives easier يعني ايه حياتنا اسهل يبقى هنا انا بسألك هل توافق ان تكنولوجيا جعلت حياتنا اسهل فكلمة يجعل حياتنا اسهل اسمها makes our lives easier تاني على بعضها كده make our life easier معناه يجعل حياتنا اسهل جملة البعدها i invited 300 people انا دعيت 301 to my sister's wedding الحفلة زفاف اختي the party الحفلة was on a يعني الحفلة كانت ايه يبقى طالما دعيت 301 301 يبقى كده الحفلة كانت على نطاق واسع يعني كانت معمولة كبيرة يعني فكلمة على نطاق واسع اسمها on a large scale تاني on a large scale معناها ايه على نطاق واسع جملة يعني احنا فكرنا او حطينا في الاعتبار all factors كل العوامل ايه the project ايه المشروع has achieved حقق high profits حقق مكاسب كبيرة فهنا في الجملة ديت ممكن مثلا اقول وبشكل متوازن مثلا يعني بعد ما قلت ان احنا فكرنا او حطينا في الاعتبار كل العوامل وبشكل متوازن احنا البروجيكت حقق مثلا profits عالية او حقق مكاسب عالية لاني بتكلم انه حقق كذا يبقى انا كيف بتكلم ان الحاجة متوازن معنا في المشروع فكلمة بشكل متوازن او عموما اللي هي كلمة on parents لكن on the one hand دي معناها من جهة on the other hand من جهة اخرى و on demand يعني بناء على طلب حد فمش حاجة فيهم تنفع اصلا في المعنى الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها بيقول لي archaeologists علماء الاغصار implemented يعني طبقه the evacuation plan evacuation دي معناها اخلاق و plan يعني خطة خطة الاخلاق well بشكل كويس فبيقول لي implement here كلمة implement هنا has the meaning of a يعني لديها نفس المعنى بتاع a يعني هو عايز مراضف لكلمة implement فمراضف كلمة implement هي carry out يبقى تقيني مراضف كلمة implement هي carry out لكن put off معناها يأجل count on معناها يعتمد على و aim at معناها يهدف الى جملة البعدها بيقول لي the protagonist يعني بطل الرواية has a heart of stone يعني لديه قلب صلب كده عنده قلب كده حجر فبيقول لي this means هي ايه ده معنى انه ايه لما يجي يقول لك ان حد عنده heart of stone يعني عنده قلب حجر كده اعرف كده ان ده معنى انه قاسي القلب فكلمة قاسي اللي هي كلمة cruel يبقى اختار من عندي الاجابة دي هي اللي صح جملة البعدها بيقول لي rating القرية enables us بتمكننا to a more and more knowledge يعني القرية بتمكننا ان احنا ايه معرفة اكتر واكتر يبقى بتمكننا ان احنا نكتسب معرفة اكتر واكتر فكلمة يكتسب بس يكتسب ايه بقى شيء معنوي لان المعرفة ديت شيء معنوي فيكتسب شيء معنوي معنى ايه gain عامل زي experience خبرة برضو يكتسب خبرة برضو بيجي معها gain لكن earn بتيجي مع الفلوس جملة البعضها بيقول on a the temperature يعني درجة الحرارة on mars على كوكب المريخ is about 60 degrees silysus يعني هي تقريبا about معناها تقريبا هي تقريبا 60 درجة سيليزية فبيقول on a بس في الاختيارات ديت on ممكن تيجي مع purpose وممكن تيجي مع ايه مع average بس هنا انا باتكلم عن حاجة مش اكيدة لان درجة الحرارة على كوكب المريخ برضو احنا عارفينها بشكل قريب بس كده فممكن هنا اقول في المتوسط في المتوسط درجة الحرارة بتكون 60 درجة تقريبا فكلمة في المتوسط ليه كلمة on average على بعضها كده معناها في المتوسط جملة البعضها بيقول my father بابا بيحب classical music بيحب الموسيقى القديمة الكلاسيك I on a light jazz يعني بابا كده وانا ايه بحب موسيقى jazz يبقى وانا على الجهة الاخرى او من ناحية اخرى يعني ممكن نكتبها كده من ناحية اخرى بحب حاجة تانية فكلمة من ناحية اخرى او على الجهة الاخرى حفظها اسمها on او من ناحية اخرى جملة اللي بعدها the internet helps us يعني الانترنت بيساعدنا keep in a with each other يعني بيساعدنا ان احنا نكون ايه مع الاخرين يبقى نكون على تواصل مع الاخرين لان بتكلم على الانترنت هنا فكلمة على تواصل به اسمها in touch with تاني keep in touch with يعني يبقى على تواصل مع فتخلي بالك اسمها in عشان ممكن يحط لك touch with ويقول لك بيجي قبلها ايه فتقول ها بيجي قبلها in ممكن يقول لك in touch نقط يبقى برضو بيجي وراها with type الجملة اللي بعدها بيقول the poor child يعني الطفل الفقير دوت is أو الطفل المسكين دوت is serving يعني بياخد تدريب مهني لاني بتكلم هنا عن مهنة وده عيل فأكيد مش بيشتغل يبقى بياخد تدريب فتدريب مهني معناها معناها apprenticeship apprenticeship معناها تدريب مهني تعال ننزل تحت شوي جملة اللي بعدها بيقول this a place يعني هذا المكان is not suitable for me يعني هو ليس مناسب ليا كلمة I have an allergy يعني أنا عندي حساسية كلمة allergy معناها حساسية especially بشكل خاص in spring في الربيع يبقى طبعا ما عمال بقل بقول لك مثلا عندي حساسية وفي الربيع وكلام ده كله يبقى المكان اللي في عفار أو اللي في غبار دوت ماينفعش معايا لأن أنا عندي حساسية ما اللي عندهم حساسية دول ما بيعرفوش أي حاجة المكان اللي به غبار فكلمة به غبار معناها إيبا دستي دستي دي معناها به غبار تعالى من إيلي بالصفحة مع بعض جملة البعدها بيقول لي we packed here up خلي بالك pack ومعها up معناها يدعم تاني pack up معناها يدعم يعني بيقول لي إحنا دعمناها when she complained لما اشتكت about working conditions من ظروف العمل فبيقول لي this means we a here يعني إحنا عملنا إيه معاها يبقى برضو عايزة قلن إحنا دعمناها فكلمة يدعم برضو اللي هي كلمة support اللي هي support دي برضو معناها يدعم يبقى خلي بالك support بتسوي في المعنى اللي هي كلمة pack up يبقى pack up بتسوي support ممكن يجب لك كلمة support ويقول لك نستبدلها بإيه نستبدلها pack up جملة اللي بعدها بيقول try to find the answers يعني حاول تجد الإجابات to the questions للأسئلة then وبعد ذلك a your information a معلوماتك with the rest مع بقية of the class مع بقية الفصل يبقى بقول لك هات إجابات للأسئلة بتاعتك وبعد كده ايه معلوماتك مع بقية الفصل شارك معلوماتك مع بقية الفصل فكلمة شارك دي ليه كلمة share اللي هي دي لكن charge دي معناها يشحن divide معناها يقسم وappear دي معناها يظهر فما فيش حاجة تنفع في المعنى غير share اللي هي معناها يشارك أو يتقاسم معها نخش بقى على برضو الجملة اللي على unit 4 كلمات unit 4 تعال برضو منحل شوية الجملة عليها على أهم الكلمة بتاعت أول جملة بيقول النقط is a state هي حالة of emotional physical and mental exhaustion exhaustion معناها إرهاق أو إنهاك فبيقولك هي حالة من الإرهاق المنتل الزهني physical بدني emotional عاطفي طالما قالك هي حالة من الإرهاق الزهني والعاطفي والبدني اعرف ان ده تعريف حاجة اسمها burn out اللي هي معناها مرحلة الإنهاك أو الإرهاق خلي بالك الكلمة دية مهمة جدا 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 يبقى burn out اللي هي الإرهاق أو النهاك تعريفها هي حالة من الإرهاق البدني والنفسي والعاطفي جملة اللي بعدها بيقولي I couldn't go on go on هنا معناها استمر أنا ما قدرتش إن أنا استمر working في العمل بيقاظ لإن I was completely إيه لإن أنا كنت إيه بالكامل يبقى أكيد أنا ما اشتغلتش أو ما استمرتش في الشغل عشان أنا كنت مرهق فكلمة مرهق أو مناك اللي هي كلمة exhausted اللي هي دي جملة اللي بعدها بيقولي when I ate to school يعني عندما أنا إيه للمدرسة I realized أنا أدركت that I had forgotten إن أنا نسيت my activity book نسيت اللي هو activity book اللي هو الكتاب بتاعي activity بتاعي at home في المنسل يبقى 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 هنا عايز أقول عندما أنا وصلت إلى المدرسة فيجي حد يقولي آه كلمة وصلت ديك معناها arrive معناها يصل أقولك arrive غلط ليه arrive ما بيجيش وراء حرف الجر to طب يجي حد يقولي طب تمام reach ديت معناها يصل يبقى اختار reach أقولك reach ما بيجيش وراء حرف الجر برضو طب كده أعمل إيه هقولك إن في كلمة معناها يصل اسمها get to get to برضو معناها يصل فهو حطيتلي بعد النقط to يبقى nice a get طب ما أنت عندك الماضي من get لأي got يبقى كلمة يصل ممكن تقول reach ممكن تقول arrive ممكن تقول get to ستخلي بالك من حرف الجر جملة اللي بعدها the new secretariatric secretariatric جديدة was worried يعني كانت الآن he wouldn't be able to يعني كانت الآن أنه ما يكونش قادر على able بلتو قادر على to a with his possible demands يعني مع متطلبات الرئيس بتاعه أو متطلبات المدير بتاعه يبقى هي كانت الآن أنه ما يقدر يتواكب مع متطلبات الرئيس بتاعه أو يتماشى مع متطلبات الرئيس بتاعه فكلمة يتواكب مع أو يتماشى مع اللي هي كلمة كوب وكوب بيجمع حرف الجر يبقى تاني كوب مع مع يتواكب مع أو يتماشى مع وبرضو هكتب لك جنبها مهم جدا طيب الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها بيقول للممرضين يعني لمرضاهم يبقى أكيد هم مسؤولين عن كير الرعاية ومسؤولين كمان عن الصحة والعافية بتاعت مرضاهم مسؤولين عن صحتهم وعافيتهم فكلمة صحة أو عافية اللي هي كلمة well being وبرضو هكتب لك جنبها مهمة يبقى تاني كلمة well being معناها الصحة أو العافية جملة البعدها بيقول time a يعني ايه الوقت is highly recommended يعني هي موصى به بشكل كبير جدا when running لما تدير your own business لما تدير عملك الخاص كلمة اون هنا معناها الخاص ففي حاجة اسمها time management time management على بعضها كده معناها ادارة الوقت وبرضو مهمة time management ادارة الوقت تعال ما ننزل تحت شوي جملة اللي بعدك بيقول don't worry او عطي your father a book is a a book هو a and he is going to وهو سوف leave يغادر the hospital يغادر المستشفى very soon قريبا جدا يبقى باباك كده ايه وهو هيغادر المستشفى قريبا جدا يبقى باباك بيتحسن فكلمة يتحسن معناها ايه يتحسن معناها improve وهو هنا هتطلقى ال ING فاختارها يبقى اختار improving جملة اللي بعدها congratulations مبروك I heard انا اسمعت you have been to a higher position يعني انا اسمعت ان انت ايه لمنصب عالي يبقى انا اسمعت ان انت اترأيت لمنصب عالي صح طب وهو كلمة يركي معناها ايه promote طب اترأيت يبقى هي كده مبنية للباسف فمبنية للباسف فتلاقي محطوطة في التصريف بيقول لي if you start لو انت بدأت studying المذاكرة early مبكرا for your exams على المتحانات بتاعتك طبعا نحن ما بنعملوش you won't feel ايه انت مش هتحس ايه or afraid او ان انت خايف يبقى اكيد مش هتحس ان انت متوتر او مرهق او خايف صح ما دي العلامات اللي بيجي لك قبل الامتحان الخوف والتوتر والارهق فكلمة متوتر او مرهق او خايف اللي هي كلمة ايه stressed stressed دي معناها متوتر جملة اللي بعدها بيقول لي what activities can you aid to help you feel good يعني النشاطات اللي انت بتعملها عشان تساعدك انت تحس ان انت كويس حتة دي حلوة activities اللي هي معناها النشاطات عايزك تعرف ان هي بيجي مع الفعل do تاني activities تغطفعل ايه do ودي مهمة برضو activities تغطفعل do لو انت ايه from burn out لو انت ايه من الارهاق you can experience انت ممكن تمر a lot of stress ممكن تمر بالكثير من التوتر يبقى كده ممكن اقول لك لو انت بتعاني من الارهاق او من الانهاك فانت ممكن تمر بالكثير من السترس الكثير من التوتر فكلمة يعاني من معناها ايه بقى تعالى بسما نعلم بالله احمر كده كلمة يعاني من اللي هي suffer from خلي بالك suffer برضو عايزك تخلي بالك ان هي بيجي معها ايه حرف الجر from فاختار من عندي هنا suffer تخلي بالك برضو ممكن يسألك يقول لك suffer نقط فعارف ان suffer بيجي معها حرف الجر from ومعناها ايه يعاني من جملة اللي بعدها بيقولي i must leave now انا لازم ان انا اغادر دلوقتي i am a to be in the office يعني انا ايه اكون في المكتب after half an hour بعد نص ساعة يبقى انا بقولك انا لازم اغادر دلوقتي يبقى انا المفروض اكون في المكتب بعد نص ساعة فعايز اقول هنا كلمة المفروض فكلمة المفروض معناها supposed to تاني المفروض معناها ايه supposed to جملة اللي بعدها بيقولي don't a the new nurse يعني اوعى ايه الممرضة الجديدة for breaking ان هي قصرة ده ماشين قصرة الالة it was an accident دي كانت حدثة منها بس ما كانتش متعمدة يعني يبقى هنا عايز اقوله اوعى تعاقب او اوعى توبخ او اوعى تعنف مثلا الممرضة الجديدة ان هي قصرة الماشين لان دي كانت مجرد حدثة فكلمة توبخ او تعنف اللي هي كلمة a skull وطبعا كان ممكن يجيب لك بردو اللي هي كلمة يعاقب فيعاقب دي معناها a punish فلو كان جايب punish بردو كانت ممكن ترفع جملة اللي بعدها بيقولي she a يعني هي a at her son هي a على ابنها when she found out لما اكتشفت that he hadn't done ان هو ما عملش some work ان هو ما عملش الواجب بتاعه يبقى ام لقيت ابنها ما عملش الواجب بتاعه هتعمل ايه اكيد هتقشر في وشه كده او هتزعقله فهتلاقي في الاختيارات كلمة يقشر يقشر كده في حد كده معناها ايه frown يبقى تاني frown معناها يقشر خلي بالك برضو في كلمة يقشر بس يبوز عارف انت الاطفال لما تجي تبوز كده فيبوز دي معناها about عارف انت احنا جبناها من كلمة about about معناها بيقشر بس بيقشر بشفته فاحنا بقى مصريين خدنا الكلمة دي وعدلناها شوية قلنا لا من خليه about يبوز فabout دي معناها انه يقشر بس يقشر بشفته كده طيب تعالى ما نروح للناحية التانية نقلل بالصفحة يا سيدي ونبدأ مع بعض بيقول هنا you need شبورة تاني مثل معناه شبورة شبورة فبيقول لي انا لا اعتقد ان الشبورة will a very soon انا ما اعتقدش ان هي ايه قريبك فدايما الشبورة بنقول ان هي تنقشع او تزول يعني بيقول له انا لا اعتقد ان الشبورة هتزول قريب فعشان كده سوق معليش براح فكلمة ينقشع او يزول وكلمة مهمة جدا معناها clear off تاني الكلمة دي مهمة جدا clear off معناها ينقشع او يزول جملة البعدها بقول لي the young man يعني الرجل الشاب was not sit free يعني لم يطلق صراحه sit free يعني يطلق صراحه was not يبقى كده لم يطلق صراحه since مش معناها منذ since معناها لأن لأن he had no ايه هو ما عندوش ايه that he was انه هو innocent انه هو كان بريد يبقى هو ما عندوش دليل او ما عندوش إثبات انه هو بريد فكلمة دليل معناها evidence فمش موجودة لكن كلمة إثبات معناها proof اللي هي دي كلمة دي برضو مهمة جملة البعدها بيقول لي anonymous anonymous دي معناها مجهول او خفي فبيقول لي ايه مجهول donated تبرع ب10,000 باونس ب10,000 جنيه for our local charity لجمعيتنا الخيرية يبقى طالما حد donate donate دي يعني ايه يتبرع طالما حد تبرع يبقى ده متبرع يبقى اكيد عايزة اقولي ان فيه متبرع خفي فكلمة متبرع معناها ايه penny factor يبقى penny factor معناها ايه متبرع جملة البعدها بيقول لي our hearts يعني قلوبنا we're all ايه يعني كانت كلها ايه on spending the week end ان احنا نقضي يعني the week end الاجازة in the country for reef until لحد my brother لحد مخوية probe وكان لازم ان احنا نأجل postpone يعني نأجل نأجل الرحلة يبقى لبنا كلها كانت جاهزة ان احنا نقضي الاجازة في الريف ولكن اخوية قصر رجل فاضطرنا ان احنا نأجل فكلمة جاهزة فيجي حد يقول لي جاهز اللي هي prepared اقول لها prepare ما بيجيش وراه حرف الجر on ما هي دي بقى المشكلة prepare هي او معناها جاهزة بس ما بيجيش معها حرف الجر on طب ايه اللي معناها جاهزة وبيه مع حرف الجر on set يبقى set ومعها on معناها جاهزة او مصممة او عازمة على حاجة برضو معناها set on خلي بالك من الحتة دي عشان مهمة هو بيلعب في الكلمات المتشابهة دي عشان يخليك تجري على prepared وللأسف تكتشف ان انت خد صفرة قد كده طيب جملة اللي بعدها as i had a all along يعني بينما انا a all along طول الفترة اللي فاتت دي he was not a real business man يعني هو ما كانش رجل اعمال حقيقي he turned out to be يعني هو اتضح تاني كلمة turned out to be معناها اتضح يعني هو اتضح to be a crook crook دي معناها نصاب crook دي معناها نصاب يعني هو اتضح ان هو نصاب يبقى اكيد هنا عايزة اقول بينما انا كنت بشك فيه طول المدة دي فهو اتضح ان هو نصاب فكلمة يشك دي ليه كلمة ايه suspected يبقى suspected معناه يشك فيه نوم لها البعداء بيقولي my cousin ابن عمي او ابن خالي will have هيكون عنده a lot of الكثير من property الاملاك in the future يبقى كلمة property دي معناها املاك فبيقولي هيكون عنده املاك كتير في المستقبل فبيقولي كلمة property is similar in meaning يعني مشابهة للمعنة to a يعني عايز مراضف لها فمراضف كلمة property اللي معناها املاك مراضفة يا كلمة positions برضو معناها املاك يبقى تاني احفظ property بيتساوي في المعنى كلمة ايه positions برضو املاك جملة البعداء i am worried انا الان i have to ايه انا لازم هافتو معناها لازم خلي بالاك انا لازم ان انا ايه a lot of الكثير من تيستز يعني الاختبارات before قبل i get this job قبل ما اخد او قبل ما احصل على الوظيفة ديه خلي بالاك ان تيست اللي معناها اختبار بتاخد قبلها فعل do خلي بالاك او من الحتة دي عشان برضو مهمة جدا تيست بتاخد قبلها فعل ايه do يبقى اختار من عندي هنا do خلي بالاك مهمة جدا تيست بتاخد do طيب تعالى ننزل تحت شوية جملة اللي بعدها بيقولي in order to لكي improve احسن your mental health او لكي تحسن صحتك النفسية من طلع النفسية you need to ايه انت محتاج ان انت irresponsibility المسئولية for the things للاشياء you can control تقدر ان انت تتحكم فيها يبقى لازم تشيل المسئولية على الاشياء بس اللي انت تقدر تتحكم فيها فبص كلمة يشيل مسئولية حاجة معناها take responsibility for يبقى تاني اول ما يجب لك قبل responsibility النقط كده ويقول لك هاختار معها فعلي ايه اعرف ان responsibility بتاخد قبلها فعلي take جملة اللي بعدها pull it burn out اللي احنا لستهلناها من شوية الارهاق او الانهاق is caused by ان هو بيسبب بواسطة both كل من the decisions القرارات you a اللي انت ايه and the situations والمواقف you can't control متقدرش انت تتحكم فيها خلي بالك بردن بالحطة دي decisions اللي هي معناها قرارات بتاخد فعلي make تاني decisions قرارات بتاخد فعلي make بمعنى يتخذ قرار فاختار من عندي هنا فعلي make يبقى خلي بالك عشان دي بردو مهمة جملة اللي بعدها i felt really ايه انا حسيت حقا بايه and angry with myself وان انا غضبان من نفسي when i lost لما فقد the match لما فقدت المتش يبقى اكيد لما فقدت المتش انا كنت angry غضبان واكيد كنت مثلا محبط فكلمة محبط معناها ايه frustrated طب يجي حد يقول لي يا ابو احمد انا ما جاش في دماغي مساء ان انا اقول محبط طب ما تيجي نشوف باقيه الكلمات creative معناها مبدع هل ينفع قولي انا حسيت لما خسرت المتش كنت مبدع لا impressed منباهر تبقى اكبر encourage متشجع اكيد لا برضو طيب الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها بيقول لي it is important انه من المهمة to be a المهم ان انت تكون على دراية be او على معرفة be باي بقى بالعلامات بتاعة الارهاب فكلمة على دراية be او على معرفة be اسمها ايه بقى اسمها aware of اختار من عندي هنا aware وهو كده كان مديني بعض النقط ايه مديني of جملة اللي بعدها i don't like انا ما بحبش this kind has a no of work من الشغل because لان it is ايه لان هو ايه فاكيد لان هو مرهق او منهج او متعب اكيد ما بحبش الشغل ما احنا منحبش الشغل ليه يا اما مرهق يا اما كويس فلو كويس اكيد هحبه فكلمة مرهق او منهج اللي هي كلمة ايه stressful stressful معناها مرهق او منهج وخلي بالك لو كان جابلك في الاختيارات stressed فانت كنت ممكن تحتار اختار stressful ولا اختار stressed لا stressed دي بتجي مع الاشخاص يعني لو انت بتوصف شخص ان هو مرهقة اه تقولي stressed لكن لو بتوصف حاجة ان هي مرهقة مرهقة او منهج تقول عليها ايه stressful طيب جملة اللي بعدها if you ايه the position of the desk يعني لو انت ايه مكان المبتم there will be خلي بالك هنا ناقص ب there will be more room يعني هيكون في مساحة اكتر خلي بالك رومينا مش معناها غرفة معناها مساحة هيكون في مساحة اكتر for the chair للكرسي يبقى لو انت غيرت مكان المكتب صح هتحس ان فيه مساحة اكتر للكرسي فكلمة يغير معناها بقى alter alter دي معناها يغير بتسوي ايه بتسوي change change برضو معناها يغير بسنا ما عنديش change في الاختيارات فعشان كده alter بتديني نفس المعنى وبردو خلينا اكتب لك جنبها كلمة alter دي مهمة جملة اللي بعدها my dad baba says بيقول from this moment and into the future خلي بالك انت تحطي لي خط تحت from this moment and into the future هي معناها ايه from this moment يعني منذ هذه اللحظة and into the future وإلى المستقبل اللي هي معناها بالبلد كده او باللغة العربية من الآن فصاعدا بعد جاء رجاء كم من الكلام ويقول لي you must do my homework او you must do your homework as soon as خلي بالك فيه هنا as الاس هنا ناصة as soon as you have lunch انت تاكل الغدى بتاعك فبص بق بقولي the underlined part يعني الجزء اللي تحته خط كلمة underlined دي معناها تحته خط means بتعني ايه هو انا قلتلك from this moment and into the future يعني منذ هذه اللحظة وإلى المستقبل معناه منذ الآن فصاعدا او من الآن فصاعدا فلما يجي يسألك يقولك from this moment and into the future بتسوي ايه في المعنى فبتسوي from now on هنعلم عليها تسوي from now on برضو دي معناه من الآن فصاعدا خلي بالك من الحتة دي برضو تعلم من ايه اللي بالصفحة الجملة اللي بعدها بيقول لي a picture الصورة is worth يعني هي احسن او اقيم من one thousand words اقيم من الف كلمة فبقول لي this means that يعني ده معناه in a ان you shouldn't be ماينفعش تكون talkative ماينفعش تكون متحدث الكلام فما تكلمش هنا عن الكلام وبيقول لك الصورة تبقى احسن من الف كلمة يعني ان انت توريني احسن من انت تتكلم ده معناه كلامه فالاجابة ايه مش مديني نفس المعنى خالص طب الاجابة بي you should be silent يجب ان تكون صامت برضو مش ده نفس المعنى فالاجابة بي انت نفعش طيب بصبها الاجابة c it is peter يعني انه من الافضل to show ان انت توريني than tell من ان انت تقولي اه ده نفس المعنى ان الصورة اوضح من الف كلمة فدي المديني نفس المعنى لكن بصبها الاجابة دي بيقول it is peter انه من الافضل to tell ان ان انت تخبرني than show عن ان انت توريني لا ده انت توريني بدلا من ان انت تقولي فالاجابة دي برضو مش كويسة جملة البعدها بيقولي a growing number يعني في عدد متزايد of households خلي بالك كلمة households ديت معناها الاصر جمع واسرة جمع واسرة فبيقولي في عدد متزايد من الاصر have at least يعني لديها على الاقل one computer computer واحد فبيقولي كلمة households here كلمة household هنا means a بتعني ايه هل بتعني the big buildings مباني كبيرة كد لا household سأنترك معناها الاصر the people who live together اللي بيعيشوا مع بعض in one house في منزل واحد اهو ما هي الاصرة دي مجبوعة من الناس بيعيشوا مع بعض في بيت واحد يبقى دي من دي نفس المعنى بتاع household طيب تعني شو بقية الاجابات بيقولي هنا the offices المكاتب in a company في شركة لا اكيد الاصر دي مش معناها مكاتب the desks المكاتب inside one room اللي بداخل غرفة برضو اكيد الاصر مش معناها ايه مش معناها برضو مكاتب تعالى بقى نروح نحل على unit 3 و unit 4 ال grammar بتاعها وبعد كده نحل على الفوكاب زي ما احنا ماشيين في system بتاع المراجعة بتاعنا الاهم الاهم يعني ان انت تكون ذاكرة الفيديو بتاع المراجعة اللي انا وقتلك عليه ان انت تروح تتذكره عشان دا يفيدني كتير يعني دلوقتي انا هحل وهحل افكار عالية فانت هتكون رجعت وشفت الافكار اللي ممكن يفكر فيها في الفيديو بتاع المراجعة وهنا برضو هتشوف الافكار القريبة اللي امتحان والافكار العالية اللي هو برضو ممكن يلعب فيها وسط الامتحان فايبا انت كده جايز لأي حاجة ممكن يعملها معك طيب تعالى ما نتوكل على الله افتعل الملزمة بتاعتك معايا عشان تبدأ تشتغل معايا برضو في الاسئلة دي اول سؤال بص بقى بس تعالى قبل ما نغش على الاسئلة احنا نفكرك بحاجة احنا كنا قلناها وسط الفيديو بتاع المراجعة ركز بقى معايا دي نهوب نعرض احنا كنا قلنا ان اي رابط اي رابط بيجي معايا مستقبل يبقى لازم يجي معايا ناحية التانية مضارع اي اما مضارع بسيط اي اما مضارع تاني انا عايز اتعاف ان في اتنين صحاب زي ما احنا قلنا في فيديو المراجعة قلنا ان في اتنين صحاب المستقبل صاحب المضارع ولو لقيت في جملة مضارع يبقى يبقى الجملة التانية اكيد مضارع بهم اتنين صحاب المضارع صاحب مستقبل مستقبل صاحب مضارع طيب تعال مفاجرك بردو بزمينة المضارع اللي انا كنت قلتها لك في فيديو الشرح كنا قلنا ان اشهر الحاجات اللي بتيجي مع الروابط عندك المضارع البسيط اللي هو present simple اللي هو يتكون دون اضافة ومضاف لو اس بس ده في حالة لو الجملة بتتكلم عن فاعل هو اللي بيعمل الفاعل لكن الجملة لو بدأ بالمفعول اللي هو هيقع عليه الفاعل يعني عايز تعمل صيغة بسف في حالة المضارع البسيط فساعتها بيتكون من am او is او are وبعدهم التصريف التالت للفاعل وانشوف الكلام ده وسط الحل برضو دلوقتي لكن المضارع التام انت ممكن برضو تلاقي مستقبل وما تلاقيش مضارع بسيط في الاختيارات فتروح تدور على present perfect اللي هو المضارع التام طبعا احنا عارفين المضارع التام اللي بيكون تتكون من have او has وبعدها pass participle للتصريف التالت بس ده لو الجملة بدأ بال ايه بالفاعل اللي هيعمل الفاعل لكن الجملة لو بدأ بالمفعول الobject اللي هو هيقع عليه الفعل يبقى ساعتها المفروض المضارع التام يتكون من have او has بعدهم been بعد كده التصريف التالت للفعل يبقى اهم حاجة عايزك تعرفها المضارع صاحبه مستقبل المستقبل صاحبه مضارع وتخلي بالك هو بيتكلم في صيغة passive مجهول ولا لا وطبعا المستقبل دوت اللي هو غالبا مع الفاعل بيتكون من well او النفي بتاعها want وبعدهم infinitive المصدر لكن لو بتتكلم الجملة بتكلم عن مفعول هيقع عليه الفعل زي ما نشوف في الجملة دلوقتي يبقى برضو ساعتها بيتكون من well او النفي بتاعها want وبعد كده be وبعد كده التصريف التالت للفعل تعال نروح نطبع الكلام ده وسط الحل ونروح نشوفه برضو هيسألنا ازاي اول سؤال بيقول i will stay here till لنا back from school انت هنا عندك ايه معل عندك تال صح تعال بس ما نعدل كده الخط عندك هنا تال فتال دي رابط حلو تعال منشوف الجملة الكاملة في زمن ايه عندي ل ده اختصار ل زمن ايه مستقبل يبقى الرابط قبله مستقبل يبقى المفروض بعده زمن زمن مدارع طيب تعال نروح نشوف فين المدارع في الاختيارات عندي هل مدارع لا دي مستقبل طيب عندي comes ده فقلي ما تضفله اس ماشي دي مدارع عندي have come have وبعدها التصريف التالت برضو دي كده b والإجابة c تعال ما نروح نشوف قبل النقط في لين لين دي المفروض ان ده اسم شخص اسم مفرد فالاسم المفرد ما ينفعش تحط معها have ابدا شايف have دي هف دي بتيجي مع الجمع فما ينفعش اقول لين have يبقى الإجابة c سكة السلامة وفضل عندك comes اللي هو الفعل متضاف له اس وفعلا مع المفرد بنحط للفعل اس او اس او اس ما فهمتش هتلاقي معظم الجمل على كل اللي احنا بنقوله ده جملة اللي بعدها سلم will apply for a new job as soon as شي اي انا عندي هنا as as دي اي رابط قبلها زمن اي well ده كده مستقبل future يبقى المفروض بعدها زمن اي زمن present زمن مدارع تعمل نبص في الاختيارات عندي has بعدها التصريف الثالث او دي زمن مدارع تام عندي well دي كده مستقبل مش عايزك عندي did دي كده ماضي مش عايزك عندي do ماشي دي مدارع طب انا اختر الاجابة اي ولا الاجابة دي تعال نشوف قبل النقط عندي شي شي ان الاجابة اي حطت has والشي بتاخد has يبقى الاجابة الصح لالاجابة اي طب الجملة اللي بعدها برضو نفس الافكار i will keep waiting يعني انا هستمر في انتظار اي my friend arrives يعني اي صديقي يصل كده عايزني في الاختيارات اختار رابط فهنا اختار رابط على حسب المعنى هو معنى الجملة انا سوف استمر كي بدي يعني استمر استمر في الانتظار اي my friend صديقي arrives يصل هل ينفع until دي معنى حتى تعلم منبص في الجملة انا سوف استمر في الانتظار حتى صديقي يصل اه حتى دي اللي ياب البلدي معنى لحد لحد ما صديقي يصل اه فالاجابة اي تنفع كمعنى طب while ينفع اقول انا سوف استمر في الانتظار بينما صديقي يصل مش لايقى يبقى why ما تنفعش طب because لأن هقول انا سوف استمر في الانتظار لأن صديقي يصل لأ برضو طب لذلك انا سوف استمر في الانتظار لذلك صديقي يصل برضو لا يبقى الاجابة الصح الوحيدة كمعنى هي الاجابة اي اس السناس دي اي رابط تعال رح بص على الجملة الكاملة اي ويل جو ويل دي زمن اي مستقبل هو المفروض المستقبل بحطه مع زمن اي مدارع طيب تعال نشوف فين المدارع في الاختيارات عندي هنا ويل لا ويل دي مستقبل عندي ويل برضو ويل دي مستقبل عندي بيرفورمز دي فعل متضفلها اس اه دي زمن مدارع وعندي اس بيرفورمز اس وبعدها التصريف التالت او برضو ده تكوين زمن المدارع البسيط بس مع المفعول الابجيكت طيب تعال بقى منروح للجملة ونشوف احنا هنختار الاجابة سي ولا الاجابة دي الاجابة سي الفعل المتضف له اس دوت ده بيجي مع الفاعل لكن اس وبعدها التصريف التالت زي الاجابة دي دي بتيجي مع المفعول الابجيكت تعال نشوف قبل النقط فيه مفعول ولا فاعل قبل النقط عندي المهمة هي المهمة هتبيرفورم نفسها هتؤدي نفسها لا المهمة هتؤدى او هتتعمل يبقى المهمة مش تامل حاجة من نفسها يبقى كده دي دي كده مفعول بتاعنا رح نبص على الجملة اللي بعدها بيقولي اي دونت نو وين دا ميتنج اي انا عندي هنا وين وين دي رابط تعال نبص قبلها دونت نو دونت دي زمن اي دونت ديت المفروض ان هي الزمن مضارع ده نفي زمن المضارع يبقى المفروض وين احط بعدها زمن اي مفروض احط بعدها زمن مستقبل فالمفروض ان انت هتجي تقولي انا عندي هنا قبل النقط او قبل وين عندي زمن مضارع فهتقولي يبقى منطقي الناحية التانية هحط زمن مستقبل صح باعتبار ان المضارع هو صاحبه زمن مستقبل بس هقولك اللي جابه غلط طب غلط ليه هقولك هو هنا وين محتوطة فين محتوطة في النص صح الروابط مايجيش بعدها مستقبل يعني الرابط مايجيش بعده مستقبل يجي قبل مستقبل مايجيش بعده يبقى كده انا مش ينفع هحط بعد وين مستقبل فوتشور طيب كده المضارع هحط معه ايه طالما مش ينفع هحط معه مستقبل تعال لما نحزف كده مستقبل كده انا عندي رابط وقبله مضارع يبقى ما ينفعش أحط بعده ما ينفعش أحط بعده مستقبل فانت لو لقيت الرابط قبله مضارع يعرف ان انت بعده هتحط برضه زمن مضارع برضه يبقى تالي الرابط لو محطوط في النص قبله مضارع يبقى بعده برضه هيكون زمن مضارع present طيب تعمى مصفل الاختيارات عندي starts فعلي ما تضف له ايه فعلي ما تضف له اس يبقى ده مضارع هتعنخليه على جنب نوصح طيب عندي well والدي مستقبل ما ينفعش أحطها بعد الرابط طيب عندي start ده فعلي بدون اضافة يبقى برضه ده كده زمن مضارع هتعنخليه على الجنب طيب عندي head هتدي كده المفروض انه هي past perfect ماضي تام طيب انا اختار الاجابة ايه ولا الاجابة سين هو الفر بينهم واحدة من ضفلها اس وواحدة بدون اضافة تعال انبص عبلي النقط عندي the meeting the meeting الاجتماع الاجتماع ده المفروض انه هي مفرد طيب هو المفرد بنحط مع فعل بدون اضافة ولا فعل من ضفل واس لا البدون اضافة ده بيجي مع الجمع تاني بدون اضافة بيجي مع الايه مع الجمع لكن المفرد بنحط مع فعل من ضفل واس واس يبقى كده الاجابة الصحة عندي هي ايه هي starts يبقى خلي بالك الرابط محطوط في النص قبله مضارع يبقى بعده ايه برضه مضارع طيب الجملة اللي بعدها once i a the meeting i will go to the club خلي بالك انا عندي هنا once حلم الناحية التانية once دي المفروض ان هي الرابط خلي بالك once دي برضه تترجم بعندما عندي الناحية التانية will go will وبعد كده الانفينتف ده كده زمن ايه future مستقبل هو المستقبل صاحبه مين صاحبه زمن المضارع تعال امص في الاختيارات فاول اختيار عندي عندي هنا will هل will تنفع لا والدي مستقبل طب عندي finish ده فعلي من ضفله دي او اي دي بل مفروض انه ده ماضي past مش عايزك طب عندي have وبعد كده التصريف التالت اه ده زمن مضارع اللي هو بنقول عليه present perfect المضارع التام فتعال نخليه على الجنب انه هو صح طب عندي had وبعدها التصريف التالت لا ده زمن past perfect الماضي التام وانا هنا مش عايز ماضي يبقى الاجابة دي غلط يبقى كده الاجابة الصح اللي عندي اللي هي have finished هي دي اللي صح طيب تعال امبص على الجملة اللي بعدها i a to the theater يعني انا ايه للمسرح until حتى i have met my friends عندي هنا until until دي المفروض انه ايه رابط حلو طب عن روح نبص بعدها زمن ايه عندي have met have وبعدها التصريف التالت المفروض ان ده زمن ايه زمن present perfect مضارع يبقى المفروض الرابط بعده مضارع يبقى قبله زمن ايه مع المضارع صاحبه مستقبل يبقى المفروض قبله احط زمن future زمن مستقبل تعال امبص في الاختيارات عندي didn't هل didn't دي مستقبل لا ده نفي الماضي البسيط عندي want اه want دي اللي هي النفي بتاعة well اللي هي النفي بتاعة المستقبل فدي كده مستقبل صحيحة طب عندي haven't haven't دي كده مضارع فمش عايزك انا عايز مستقبل طب عندي hadn't hadn't دي ماضي يبقى مش عايزك يبقى برضو الاجابة دي غلط يبقى كده الاجابة الصح اللي عندي اللي هي want to go اللي هي الاجابة be ننزل تحت شوية بيقولي we will go for a trap as soon as our car عندي هنا as soon as as soon as دي رابط تعال امبص ابلا زمن اي will go will وبعد كده الانفينتف ده زمن اي مستقبل future يبقى المفروض الناحية التانية حط زمن اي present مضارع تعال امبص في الاختيارات عندي has وبعد كده التصريف التالي ماشي ده مضارع تام تعال نخليه على الجن طب عندي well والده مستقبل عندي has بعد كده bin بعد كده التصريف التالي برضو ده تكوين زمن المضارع التام بس مع مين مع المفعول الobject وهنا عندي الاجابة ايه اللي يا has والتصريف التالي ده تكوين المضارع التام بس مع مين مع الفاعل ال subject طب عندي الاجابة دي head repair دي head والتصريف التالي دي المفروض ان هي زمن past perfect ماضي تام انا مش عايز ماضي هنا يبقى ات grad اختار بين الاجابة ايه والاجابة c اختار مين فيه انا عندي واحدة بتقى مع الفاعل واحدة بتقى مع المفعول تعال نشوف قبل النقط في فاعل ولا مفعول فقبل النقط عندي هنا ايه our car عربيتنا هي العربية تصلح نفسها لا يبقى العربية فاعل ولا مفعول مفعول object طيب طالما انت مفعول اختار معاك الاجابة ايه ولا الاجابة c طبعا المفعول يبقى حط معاه تكوين المدارع التام مع المفعول اللي هو has been repaired هي دي اللي صح طيب تعال ننزل على الجملة اللي بعدها as soon as we get to the club we a our game تعال اما نفسص الجملة عندي as soon as as soon as دي المفروض ان هي ايه رابط تعال نشوف بعدها زمن ايه we get جد دفعلي بدون اضافة يبدأ زمن ايه زمن present زمن مدارع يبقى رفض الناحية تانية حط زمن ايه زمن مستقبل future تعال نبص على الاختيارات عندي well start well وبعد كده ال infinitive ماشي دي المفروض كده ان هي مستقبل تعال نخليها على الجملة طبعا عندي الاجابة b well be starting well be والفرب ما نضف له ing ده مستقبل بس المستبل ايه مستمر برضو تعال نخليها على الجملة طبعا عندي started started دي اخرها اي دي بقى دي كده ماضي مش عايزك طبعا عندي had started هاد وبعد كده التصريف تالي برضو دي ماضي مش عايزك يبقى اي كده اختار بين الاجابة a والاجابة b اختار الاجابة اي بقى ولا اختار الاجابة b المفروض ان انا انا بتكلم عن start start اللي هي البداية يبدأ فstart غالبا ما بيجيش في الازمنة المستمرة لما تيجي تتكلم عن حاجة هنبدأها فالبداية دي بتحصل في لحظة فما بيجيش مع الازمنة الايه ما بيجيش امشي امشي ما بيجيش مع الازمنة المستمرة يبقى طالما تيجيش مع الازمنة المستمرة يبقى هقولي الاجابة b سكة السلامة والاجابة الصح لالاجابة a طيب الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها هي سؤال بيقولي النقط pray before you come home خلي بالك ان ده سؤال اخره question mark بقى ده سؤال بس سؤال ده جواه before فbefore دي رابط تعانيشون بعدها زمن ايه you come come ده فعل بدون اضافة يبقى المفروض ان بعدها زمن ايه زمن present زمن مدارع يبقى المفروض قبلها زمن ايه زمن مستقبل زمن future تعاني بصر على الاختيارات عندي have هادي ماضي مش عايزك عندي have هادي دي كده المفضل ان يا مدارع برضو مش عايزك عندي did دي دي برضو ماضي مش عايزك مفضل عندي مين well well diet اللي يقول زمن المستقبل يبقى هي دي اللي صح طيب الجملة اللي بعدها بيقولي my manager يعني المدير بتاعي is very sensitive يعني هو حساس جدا when i am with him لما بكون معاه بيقولي i must watch every word يعني لازم رائع بكل كلمة i say انا بقولها فبيقولي this means ده معناه that i ايه ده معناه ان انا ايه قال بالك وقال لك ان انا لازم i must watch every word i say يعني لازم رائع بكل كلمة انا بقولها فتعان نشوف ده معناه ايه في الجملة هل shouldn't worry ماينفعش لا about what i say ماينفعش لا من اللي انا بقوله لا ده انا لازم على كل الكلمة انا بقولها لان بقولك انه هو راجل حساس فالاجابة ايه مش صحة كمانا طب الاجابة بي بقولك should be very careful لازم اكون حريص جدا about what i say في اللي انا بقوله اه دي مديها نفس المعنى فتعالا ما نقول كده عليها انه صح طب الاجابة c shouldn't see ما شوفش the result ما شوفش النتيجة of what i say لالي انا بقوله لا ده انا بقولك لازم ارايب كل كلمة بقولها طب الاجابة دي should be spontaneous يعني يجب ان انا اكون مثلا زي عفوي او تلقائي يعني اقوله اللي بيجي على لساني على طول او اقوله اللي بيجي على قلبي على طول لا طبعا ده انا بقولك لازم ارايب اي كلمة انا بقولها يبقى الاجابة دي غلط وكده الاجابة الصح لالاجابة b طيب الجملة اللي بعدها as soon as you see the criminal عندي هنا ايه 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 son as son as دي كده ايه رابط بعدها زمن ايه c c ده فعلي بدون اضافة يبن المفروض الناحية التانية يعمل ايه المفروض الناحية التانية بدون اضافة يبقى ده كده زمن مضارع عشان كروت ناية بس شوية يبن المفروض الناحية التانية احط زمن مستقبل صح امش معي واحدة واحدة عشان الجملة دي فيها فكرة فالمفروض هتروح تبص المستقبل في الاختيارات فتختار well telephone صح اقول لك خد صفر قد كده طب ليه هقول لك بكل بساطة well لازم يجي قبلها فاعل لازم لازم يجي قبلها فاعل هل في قبل النقط فاعل لا ده قبل النقط عندي ايه بص كده عندي كمع يعني ما فيش اصلا النقط ما فيش قبلها حاجة فالنقط لو ما فيش قبلها حاجة ما فيش فاعل ما يفعلش اختار المستقبل المستقبل كده غلط طب انا عارف ان المضارع بيجي مع مستقبل بس انا ما لقيتش قبل النقط فاعل اعمل ايه فاقال المستقبل البديل بتاعه هو الجملة الامرية تاني البديل بتاع المستقبل هو الجملة ال ايه الامرية جملة الامرية دي اللي هي ايه اللي هي بتبدأ بالفعل في غلاؤا في المصدر يا اما لو بتنها حد على حاجة فبتتكون من don't وبعدكده nuggets المصدر يبقى انا كي اعرفت ان المستقبل مش ه第一انفع اباه طاري بروح ادور على الجملة الامرية طب فينه الجملة الامريا؟ عايز اروح هدور على infinitive او don't or infinitive فلو جيب بصيد في الاختيارات هل لقي telephone تلفون ديت اللي الفعل في ال infinitive يبقى هو ده اللي صاحب خلي بالك من الحتة دي عشان فيها فكرة حلوة جملة البعدها I promise I will call you يعني انا بوعيدك ان انا هتصل بيك as soon as I am more or more useful information عندي هنا السناز السناز دي المفروض ان هي ايه رابط اعنشوف قبلها زمن ايه قبلها well well دي كده المفروض ان هي زمن ايه مستقبل future يبقى المفروض ان هي احط زمن ايه مدارع تعالى نبص في الاختيارات عندي هاد 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 ومعها هاد دي كده زمن past perfect ماضي تام لأ مش عايز ماضي تام هنا طب عندي has وبعدها هاد 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 دي كده ده زمن مدارع تام ماشي تعالى نخليه على الجمع طب عندي well well دي مستقبل مش عايز مستقبل طب عندي have لوحدها هاد دي برضو زمن present زمن مدارع طب انا اختار الاجابة بي ولا الاجابة دي تعالى نبص كده قبل النقط قبل النقط عندك ايه معلم تعالى كده نحدد قبل النقط عندك اي اي انا هل ينفع اي اي احط معها هاز اوعى الاي ما تاخدش هاز الاي تاخده يبقى الاجابة الصحة عندي اللي هي الاجابة دي طب تعالى ننزل تحت الجملة اللي بعدها بتقولك ايه بتقولك i will go out انا هخرج when i am my assignment يعني ايه انا اعمل الواجب بتاعي تعالى اما نبص عندي وين ايه يا معلم وين دي رابط طب قبلها زمن ايه well ويل ده زمن ايه زمن مستقبل زمن فيوتشر يبقى المفروض ان ده زمن مضارع زمن بريزن تعلم بص في الاختيارات عندي تعلم ما نعلم بقلم تاني عندي هاف وبعد كده فنشت هاف والتصريف الثالث يبقى المفروض ان ده زمن بريزن بريفكت مضارع تام فينفع تنخليه على جن عندي ويل ده مستقبل مستقبل مش هحط معه مستقبل يبقى سكة السلامة طب عندي ويل برضو ده مستقبل مش عايزك طب فنشت دي كده ماضي من دفلات دي او ايه دي بقى كده ماضي مش عايزك يبقى كده الاجابة الصحة الاجابة الصحة عندي هتبقى الاجابة ايه اللي هي هاف فنشت اللي هي المضارع التام طيب نقلي بالصفحة ونخش على الجملة البعدها الجملة البعدها بيقولي وين ذا موفي يعني عندما الموفي عندما الفيلم ايه I will go to bed يعني أنا هروح لسريريا أو هنامي هنا فيه كما ناصر عندي هنا وين وين دي ايه رابط راح بص للجملة اللي معاها على طول يعني لو الجملة ماضي فكر في زمنة الماضي لكن هنا أنا عندي بعد النقط عندي well well ده زمن ايه زمن مستقبل future طيب مستقبل يبنى الفوض النحية الثانية زمن ايه مضارع present تعالوا ما نبص في الاختيارات فين المضارع فلو جينا بصينا هنا تعالوا بس مما نعلم كده بألم تاي عندي have وبعيكات التصريف التالت آه ده زمن present perfect مضارع تاي تعالوا نخليها على جمع طب عندي ins ins ده فعلي ما نضاف له ايه s او ايه اس يبقى ده كده برضو ايه مضارع بس مضارع بسيط present simple طب عندي well والدي مستقبل مش عايزك طب عندي is وبعيكات التصريف التالت آه ده زمن present زمن مضارع بس ده تكوينه مع المفعول الobject طيب انا كده عندي الاجابة ايه والاجابة بي والاجابة دي تعالوا نشوف قبل النقط فيها عشان نعرف نختار عندي قبل النقط the movie الفيلم الفيلم ده حاجة مفرد فالمفرب ما ينفعش تحط مع have شايف have ديت المفرب ما بيجيش مع have يبقى كده نقول لhave سكة السلام انتي غلط طب عندي ins ده فعلي ما تضاف له s المفرب بيجي معه فعلي ما تضاف له s فنقول عليها صح طب عندي الاجابة دي عندي is برضو المفرد ياخد is وبنختار الاجابة بي والا دي هو انت قبل النقط عندك the movie الفيلم الفيلم هو اللي هينتهي صح فيلم هينتهي يبقى الفيلم كده مش مفعول الفيلم كده فاعل هو اللي هينتهي يبقى الاجابة دي بقت غلط والاجابة الصح لالاجابة بي طيب نخش على الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها بيقولي when i return home يعني لما ارجع للبيت i is studying because i have a headache انا هنا عندي when طيب شوف الاول وراه زمن ايه عشان انتو بعارف مثلا انت بتحل في ازمينة الماضي بتاعت يونت 1 ولا بتحل في الزمن بتاع الفيوتشر اللي هو يونت 3 فعندي return return ده فعل بدون اضافة يبقى دك يا زمن ايه زمن present زمن مضارع يبقى انفوض الناحية التانية احط زمن ايه اكيد احط زمن زمن مستقبل طيب عندي في الاختيارات عندي not going to start ده كده مش مستقبل المفروض كان يبقى هنا am او is او or عشان اعتبرها شكل من اشكال فيوتشر المستقبل طب عندي haven't have دي كده مضارع مش عايزة طب عندي هنا will will دي كده المفروض ان هي ايه مستقبل فيوتشر طب عندي الاجابة دي want want ديت اللي هي النفي بتاعت well فبرده دي مستقبل فيوتشر طب كان اختار الاجابة c ولا الاجابة d الاجابة c will start معناها انا هابدأ الاجابة d won't start يعني انا مش هابدأ قلنش في الجملة عايز اقول انا هابدأ ولا مش هابدأ وقولك لما رجع للبيت انا ايه المذاكرة because لان i have a headache انا عندي صداء يبقى لان انا عندي صداء انا هابدأ مذاكرة ولا مش ابدأ وحدي عنده صداء وراح يذاكر ازاي يبقى مش ابدأ مذاكرة يبقى مش ابدأ مذاكرة يبقى انا عايز نفي يبقى طالما عايز نفي وباختار من عندي الإجابة دي هي دي اللي صح طبعا من طبقاش الكلام ده على نفسك عشان عارف ان في حد يقول طب ما انا عندي اصداع يبقى كده وقف لا ملاكش دعو انت بالكلام ده طيب تعال امبص على الجملة اللي بعدها جملة اللي بعدها بيقولي النقط for help يعني ايه للمساعدة when you are in trouble لما يكون في مشكلة انا عندي هنا ايه? عندي هنا when صح? تعال نشوف بعدها زمن ايه عشان نشوف احنا بنكلم اسمنت الماضي ولا ايه بالزبط بعدها are are ده كده مفروض ان هو زمن ايه? زمن مدارع اكيد are يبقى ده كده present مدارع يبقى المفروض قبل when قبل when المفروض احط زمن ايه? مفروض احط زمن future زمن مستقبل طيب عندي انا are you asked دي كده مش future طب عندي have you asked دي مش future طب عندي will you ask will وبعدها الانفنت في المصدر اه دي كده future مستقبل طب عندي did لا دي ماضي يبقى الاجابة دي ما تنفعش وكده الاجابة الصحة عندي اللي هي الاجابة c طيب الجملة اللي بعدها i will start writing يعني انا هبدأ في كتابة the report في كتابة ال report التقرير بتاعي once i a the research يلا عندي انا once صح? once دي رابط اللي احنا قلنا معناه عندما قبل well يبقى قبل زمن future زمن مستقبل يبقى المفروض بعده احط زمن ايه? زمن present زمن مضارع تعمص في الاختيارات عندي was لا سكة السلام انت ماضي عندي have وبعدها التصريف ثالث اه انت زمن مضارع وزمن ايه كمان? زمن مضارع تام present perfect طب عندي well والمستقبل لا المستقبل مش هحط مع مستقبل طب عندي had برضو دي ماضي تام يبقى كده الاجابة الصحة عندي اللي هي الاجابة be اللي هي have done طيب الجملة اللي بعدها بيقول لي تامر promised تامر وعد that he a us when he had enough time يلا عندي هنا ايه؟ عندي when صح؟ بعدها زمن ايه؟ بعدها had 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 اللي هي الماضي من ايه؟ الماضي من have يبقى كده when؟ بعدها زمن ايه؟ بعدها زمن ماضي يبقى المفروض قبلها احط زمن ايه؟ احط زمن ماضي صحي كده؟ تعال منبص فين الماضي عندي had had he mad تعال انخليه على جمع عندي well لا انت مستقبل عندي would would يتليه الماضي من well طيب عندي is طيب دي ايه؟ انا جاعة بختار بين الاجابة a و بين الاجابة c تخطر من معاهم بص يا سين لما اكون عايز تختار ماضي وعندك في الجملة promise ف promise دي اصلها لها بتيجي مع well promise بتيجي مع well فلما تيجي تحول will للماضي لان انت عايز تختار ماضي عشان when بعدها had ماضي فلو انت عايز تحول will للماضي فتتحول ليه تتحول يبقى كده هاختار من عندي اي اجابة هاختار من عندي الاجابة c would visit يبقى هي دي اللي صح يبقى تالي لما يكون عايز تختار في الجملة ماضي وتلاقي عندك promise يبقى اعرف ان promise هتختار معاها الماضي اللي هو مين طيب الجملة اللي بعدها when she a عندما هي home البيت she will start هي هتبدأ preparing lunch هي هتبدأ في تجهيز الغداء تعال اما نبص عندي هنا وين حلو وين دي رابط تعال اروح نبص على الجملة الكاملة عشان نشوف بنكلم في الزمنت الماضي ولا ايه بالظبط عندي ناحية تانية will start will دي زمن ايه زمن مستقبل future يبقى المفروض الناحية تانية حط ايه معلم المفروض الناحية تانية حط زمن present زمن مدارع تعال امبص في الاختيارات عندي returns فعلا متضف له اس ده مدارع عندي have returned برضو have والتصريف تالت ده مدارع بس المدارع تام طب عندي will مستقبل مش عايزك طب عندي had هاد دي برضو ماضي مش عايزك يبقى ناك هفضل عندي الإجابة ايه والإجابة بي عم بص قبل النقط عندي ايه عندي she هي تاخد have ينفع تاخد have ديت لا الشي ما تاخدش have الشي بتاخد has يبقى كده الإجابة b سكة السلامة انتي غلط ويبقى كده الإجابة ايه هي اللي صحة طبعا الشي أصلا مفروض انها بتاخد فعلا من ضف له اس مع present simple المدارع البسيط فبردو عشان كده الإجابة ايه صحيحة طيب الجملة اللي بعدها بيقولي when we have done يعني لما احنا عملنا the experiment يعني التجربة we ate the results with the science teacher يلا عندي هنا وين دي ايه رابط في الامتحان شوف بعدها ماضي ولا ايه عشان شوفها تتكلم في أزمنة الماضي ولا أزمنة المستقبل فعندي بعدها have هو have ده زمن ايه زمن مضارع وزمن ايه كمان have وبعدها التصريف تالت ده زمن مضارع تام present perfect يبقى نفروض ان احط زمن ايه يقول معي زمن مستقبل زمن future طيب عندي was هل was دي مستقبل لا سكة السلام عندي discussed عندي دي كده دفله دي او ايه دي او برضو دي كده post simple ماضي بسيط ما تنفعش عندي have discussed برضو دي كده have ومعات تصريف تالت ده مضارع تام لا مش عايزة طب عندي well والإنفينيتيف يبقى هي دي اللي صح هي دي future اللي عندي طيب الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها بيقولي I think انا اعتقد ايه hot tomorrow ان هي هتكون حر بكرة احنا كنا قلنا ان التنبؤ كنا قلنا في الشرح على كده ما نكتبها ننزل تحت شوية كده قلنا ان التنبؤ بدون دليل لما تيجي تتنبأ حاجة بدون دليل بنستخدم معاه ايه على طول؟ بنستخدم معاه أولا فهين انا بتنبأ ان الجو هيكون حر بكرة هل ده دليل؟ لا مفيش دليل على كلامي يبقى طبعا احط معايا well يبقى الإجابة الصحة عندي تعال كم نختارها اللي هي well be طيب الجملة اللي بعدها بيقولي we will say يعني احنا هنقول good bye احنا هنقول bye bye كده to our uncle او هنودع عمنا before the plane a off يلا نحلل الجملة عندي before before دي ايه يا معلم دي رابط يبقى بص برضو شوف قبلها ايه عشان نشوفها دي كلمة في الزمن الماضي او المستقبل قبلها well well دي كده ايه زمن مستقبل طب والمستقبل هحط معايا زمن ايه present مضارع طيب تعال نبص في الاختيارات عندي is وبعدها التصريف التالت is وبعدها التصريف التالت حلو is وبعدها التصريف التالت ده تكوين present simple المضارع البسيط بس مع المفعول طيب تعال نخليها على الجنب المفروض ان ده مضارع برضو طب عندي takes ده فعلي متضاف له اس يبقى ده برضو مضارع يبقى كده الاجابة a و b هحطم على الجنب طب going to take لا دي كده مش مضارع طب would برضو دي كده مش مضارع يبقى انا كده بختار بين الاجابة a والاجابة b بص فعلي take off اللي هي معناه يقلع اللي هي تقلع الطائرة ما بيتحطش في صيغة البسيط المجهول اللي هي صيغة المفعول بالمعنى اللي صحيح يبقى الطلامة ما بتتحطش في صيغة البسيط المجهول يعني ما بيجيش مع المفعول يبقى كده الاجابة a ديت اقول عليها ان هي غلط والاجابة الصح اللي عندي اللي هي الاجابة b اللي هي takes هي دي اللي صحيح جملة اللي بعدها بيقولي the old man يعني الرجل الكبير في السن كان hardly left يعني بصعوبة جدا قدر ان هو left ايه ده سؤال مزيل مفروض ان في فيديو تراكمي كده هينزل هيكون في الحاجات التراكمية اللي من ضمنها السؤال المزيل طيب تعال بس ما نمسح الحتة دي كده عشان نعرف ان ايه نروش كاو نكتب شوية حاجات بص يا سيدي ده سؤال محطوط في نهاية الجملة صح طالما سؤال محطوط في نهاية الجملة يبقى اسمه سؤال مزيل اللي هو الكويشن تادي مزيل مزيل يعني بيجي في الديل كده طيب انت سؤال مزيل بعمله ازاي بص يا سيدي لو انت عندك الجملة منفية تعال كده ايسين نعمل ورقة تعال منطلع ورقة ونروش فيها كده ونشرح فيها شوية حاجات اهي تعال بعمل ايه نكبر كده شوية بص يا عمنا السؤال المزيل قلنا بيجي فين بيجي في نهاية في نهاية الجملة لو انت لقيت الجملة منفية يبقى اعرف ان السؤال ماينفعش يكون منفي السؤال بيكون مسبت لو الجملة كانت مسبتة يعني ما فيهاش نفي اعرف على طول ان السؤال بتاعك المزيل لازم يكون سؤال نفي سؤال منفي يبقى تاني خلي بالك الجملة منفية يبقى اعرف ان السؤال يكون مسبتة مسبتة يبقى اعرف ان الجملة يكون منفيا خلي بقى لك في حاجات شوية حاجات كده لما نشوفها تعرف ان هي النفية زي ايه مثلا زي كلمة Hardly Hardly لما تشوفها في الجملة اعرف ان الجملة منفية عندك زي كلمة Never برضو لما تشوفها في الجملة اعرف ان هي جملة ايه منفية طيب تعال نروح نرجع للسؤال بتاعنا السؤال بتاعنا كان هنا كان بيقول لي ايه تعالك كده ما نعلم كان بيقول لي The old man can hardly تعال ما نشوف بقى انت عندك الجملة بتاعتك هل هي مسبتة ولا منفية يعني الجملة هنا بقصة كان فيها Hardly Hardly دي كده المفروض ان هي خليت الجملة ايه منفية Hardly بتخلي جملة منفية يبقى السؤال هنا المفروض ان هو يكون ايه مسبت يبقى اي سؤال منفي في الاختيارات مش عايزك يعني Want ديك دي كده نافي مش عايزك Can't دي نافي مش عايزك يبقى انا كده بختار في هي كان ولا كان هي طب انا بعمل سؤال هو السؤال بيبقى هي كان لا السؤال بيبدأ دايما بالفعل الاول وبعد كده الفاعل يبقى كده هي كان هي كان دي جملة عادية مش سؤال يبقى إلاها أنت غلط والإجابة الصح لي كان هي هي دي اللي صح طيب الجملة اللي بعدها Do you think هل تعتقد That artificial intelligence إن الزكاة الاصطناعية A doctors and nurses يعني ايه الدكاترة والممرضين خلي بالك إن انت عندك هنا بيقولك do you think هل تعتقد يبقى هل تعتقد يبقى هو كده عايزك تتنبأ تتنبأ بالحاجة دي يعني تقوله اعتقادك أو تقوله التنبؤ بتاعك التنبؤ ده يبقى بدون دليل طبعا لأنك بتتنبأ حاجة في المستقبل طيب تقال ما تنبؤ بدون دليل هو أنا قلت لك إن التنبؤ بدون دليل من شوية كان بيجي مع مين كان بيجي مع will طيب فين بقى will في الاختيارات أتلاقي عندك will be replaced وأتلاقي will replace طيب أختار مين فيهم المفروض إن انت will be والتصريف التالت دي لو الجملة بدأ بالمفعول لكن لو الجملة مش بدأ بالمفعول وعايز الفعل العادي بختار will والإنفينيتيف طيب أنا عندي قبل النقطة artificial intelligence اللي هي معناها الزكاء الاصطناعي فأنا عايز أقول هل تعتقد أن الزكاء الاصطناعي هيحل محل الدكاترة والممرضات فمين اللي هيحل محل الدكاترة والممرضات الزكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي ده فاعل مش مفعول يبقى طالما فاعل هقول للإجابة إيه سكة السلامة والإجابة بيه هي دي اللي صح طيب الجملة اللي بعدها بيقولي once the new road I think traffic will be better in this area عندي هنا once once دي المفروض أن هي إيه رابط حلو بص بعدها أو بص للجملة الثانية زمن إيه عشان نشوف من الكلام فأس منت الماضي وقال له إيه عندي ناحية الثانية عندي well well دي كان المفروض أن هي مستقبل فمستقبل يبقى المفروض الصاحب بتاعه هو زمن زمن المضارع طيب عندي أول اختيار has built هذا التصريف الثالث هذا مضارع طيب عندي is وبعدها the ing ماشي ده مضارع طيب عندي had هادي ماضي طيب عندي has been built آه ده مضارع ومضارع التام بس has ومعها بين ومعها التصريف الثالث ده تكوين المضارع التام مع المفعول الـ object تعال نبص قبل النقط بقى أو قبل النقط تعال بقى نبص قبل النقط نشوف عندنا فاعل ولا مفعول فقبل النقط عندي تعالك نعلم بالسود قبل النقط عندي new road الطريق الجديد هو قال لي الطريق هيبني نفسه هيbuild نفسه لا طريق هيتبني يبقى طلامش الطريق هيبني نفسه يبقى هومش هيعمل الفعل ده هيقع عليه الفعل يبقى الطريق كده هو مفعول object طيب أنا عايز من الاختيارات مضارع ومضارع بييجي مع المفعول فهتلاح عندك الإجابة دي اللي هو present perfect المضارع التام بس صيغة المضارع التام في حالة المفعول اللي هي البصف طيب جملة اللي بعدها بيقولي look out حاسب you ate the boy crossing the street المفروض اللي احنا كنا قلنا وسط المراجعة اللي هو فيديو الشرح بتال المراجعة ان look out بتعبر عن حاجة على وشك الحدوث فلما تلاقي look out موجودة في الجملة وبتحذر من حاجة على وشك الحدوث تعرف ان انت هتستخدم am و is و are بعد كده going to بس خلي بالك بيديت هنعدلها مع بعض ونخليها to وبعد كده infinitive المصدر يبقى تاني بتحذر من حاجة على وشك الحدوث بتستخدم اني شكل تستخدم am او is او are بعدهم going to وبعدهم infinitive المصدر ومن اشهر الحاجات اللي بتعبر عن الحاجات اللي على وشك الحدوث عندك زي look out اللي معناها احذر او حاسب عندك watch out عندك برضو be careful يعني كن حريصا برضو ديت لو لقيتها محطة في الجملة فبغرضو غالبا هتبقى بتحذر من حاجة على وشك الحدوث فتروح تدور في الجملة على am و is are going to و infinitive طيب تعال نمسح الكلام ده كله عشان نعرف نحل الجملة اللي بعدها نمسح 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 الجملة اللي بعدها يا سيدي بيقولي I want wanted it اللي هي النفي بتاعت well I want to use her mobile يعني انا مش هستخدم الموبايل بتاعها a she allows me يعني ايه هي تسمحلي this means ده معناه that I can use it يعني انا قدر استخدمه after she gives me لما تديني permission لما تديني is هو عايزنا اختار من الاختيارات عايزنا اختار رابط بس رابط على حسب المعنى فتعال ما نشوف المعنى المعنى كان بيقولي انا مش هستخدم الموبايل بتاعها a she allows me يعني ايه هي تسمحلي هل ينفع اقولي انا مش هستخدم موبايلها لأن هي تسمحلي لا انا مش هستخدم موبايلها بعد after دي معناه بعد بعد ما هي تسمحلي مش هستخدمه بعد ما هي تسمحلي فأفطر برضو مش ليا طب أنا مش هستخدم الموبايل حتى تسمحلي أو حتى تسمحلي until نفع في المعنى طب أستو نقايز معناها بمجرد أن أقول أنا مش هستخدم الموبايل بمجرد أن هي تسمحلي لأ برضو يبقى الإجابة الصحي لنفع كمعنى لها الإجابة C طيب تعالي ننزل تحت شوي جملة اللي بعدها بيقول لي which of the following من اللي قدامك دوت is structurally incorrect يعني مش صحيحة هلنشوف في الاختيارات أول اختيار بيقول لي by the time حلو by the time إحنا عارفين إن هي كتفيونة 1 ليه بيجي بعدها past simple الماضي البسيط بس برضو خلينا نمشي واحدة واحدة بيقول لي حاتم arrives يبقى كده حاطت إيه حاطت arrives arrives ده فعلي ما تضف له إيه فعلي ما تضف له إيه فعلي ما تضف له إيه يبقى ده كاي زمن مضارع يبقى لو هحطه بعد by the time مضارع يبقى المفروض الناحية التانية هحط إيه مستقبل فعندي الناحية التانية بس جاب يقول لي I will have typed will وبعدها have وبعدها التصريف التالت ده زمن مستقبل بس زمن المستقبل التام اللي هو future perfect المهم إنه هو مستقبل فالمضارع اللي هو arrives ينفع حط معه مستقبل تام فالإجابة إيه صحيحة هتقع نخليها على الجن وهو قال اختار لي اللي مش صحيح يعني كل الاختيارات هتبصح مع ده واحدة طيب الاختيار اللي بعده بيقول لي the car is expected to have been checked by a bm today فهنا في الجملة ديت هو باني الجملة للمجهول يعني بيقول لك the car the car دوت المفروض إنه هو object مفعول فالمفروض يجي بعده صيغة مجهول فهنا حطت is وبعدها التصريف التالت فدي صيغة مجهول بعدها حطت to بعدها to have بينه التصريف التالت فدي برده صيغة من صيغة المجهول البسب فدي برده صحيحة طيب اللي جابة c i want وانت ديت اللي هي النفي بتاعت well حلو well وبعدها have وبعدها التصريف التالت ما احنا عارفين well وبعدها have وبعدها التصريف التالت ده زمن اسم المستقبل الايه مستقبل التام before يبقى ده رابط يبقى المفروض طالما قبل before المستقبل يبقى بعده يبقى زمني مدارع فبعده بقول لي father returns returns ده فالم اضاف له اس يبقى ده زمني مدارع فالإجابة c برضو صحيحة كجرامر طب الإجابة دي بقول لي buy the end of next year حلو هنا حطت buy buy لما يجي معها فترة في المستقبل تاني buy لما يجي بعدها فترة في المستقبل تعرف ان الناحية التانية هتحط مستقبل تام تاني buy لما يجي بعدها فترة في المستقبل يبقى لازم الجملة التانية بتبقى مستقبل تام future perfect طيب تعالى شوف الجملة التانية مستقبل تام ولا بقول لي more new factors مصانع جديدة أكتر بعدها حطت well بعد كده have بقى كده تصريف تايت فيجي حد يقول لي ما هي well وبعدها have وبقى كده التصريف التالت انت لسه هل نهية ان هي well have وتصريف التالت ده المستقبل التام هقول لك ماشي يعني الإجابة دي كده بقى تصح هقول لك لا دقى لي well have والتصريف التالت اللي احنا قلناها ديت ديت لازم يكون قبلها فاعل لكن لو لقيت ان انت عايز تحط مستقبل تام بس مع المفعول تعالى بس نمسح الحتة دي نمسح دي كده لو عايز تحط مستقبل تام مع المفعول فمع المفعول المستقبل التام بيتكون من well برضو وبعدها have برضو بس بعدهم بن وبعدهم التصريف التالت للفعل طب ما احنا لو جينا بصينا هنلاقي بيقول هنا well بعد كده هايف بس مش حاطت بن ومش حاطت بعدها التصريف تاي فين بن بن هنا محزوفة يبقى الإجابة دي غلط غلط ليه لان احنا قلنا ان هنا فاكتوريز المصانع فالمصانع مش تبني نفسها فالمصانع كده ان هي ايه مفعول وباي وبعدها فترة في المستقبل المفروض ان ديت هحط معها مستقبل تام فالمستقبل التام مع المفعول المفروض ان هو بيتكون من well بعد كده have بعد كده been بعد كده التصريف التالت فلقيت ان هو حاطت well have بس حازف been وشايل او حاطت تصريف تالت يبقى كده كالمفروض يحط been فهو ما حطهاش فعشان كده الاجابة اللي هاختارها ان هي غلط هي الاجابة دي هي دي اللي بتاعها غلط او اللي بتاعها خاطئ طيب اخر جملة هنحلها في اليونت دي بيقول لي which of the following امن المقدامك that is structurally correct يعني بيقول لي ان اللي قدامك ده كله غلط وفي واحدة correct في واحدة صحيحة اختارها لي طيب تعال نشوف فين اللي صح اول اختيار بيقول لي when حلو بتاع نشوف بعدها زمن ايه had هات دي ماضي يبقى نفوض ان احطاني يكون في ماضي لقيتو حاطت well مستقبل فهو احنا قلنا الماضي ينفى يتحط مع مستقبل لا يبقى دي غلط طيب الجملة اللي بعدها when i have هنا حطت بعد when هات حطت ايه have مضارع ماشي يبقى نفوض ان احطت تانية حطت ايه مستقبل فهنا حطت well well دي مستقبل فدي كده صحيحة تعالي تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي when وحطت بعدها have ماشي have دي كده مفوض ان احطاني مضارع فلقيتوا بيقول لي travel travel دي ماضي لا المضارع ما يتحطش مع ماضي بالشكل ده يبقى دي برضو غلط طب الجملة اللي بعدها when i finished finished دي كده ماضي يبقى نفوض ان احطت تانية يبقى ماضي لقيتوا حطت الناحط تانية well well دي مستقبل ماضي مش احطه مع مستقبل يبقى برضو دي غلط يبقى كده الاجابة الصحيحة كgrammar اللي هي الاجابة b يلا بقى سيدي تعال اما نروح نخش على الاسئلة برضو اللي موجودة على grammar unit 4 نفوض ان انت رجعتو برضو في نفس الفيديو بتاع grammar بتاع unit 3 و unit 4 لو كان بيتكلم عن الاقتراح والالزام والنصيحة واللوم والكلام ده تعال اما نشوف اهم الافكار اللي ممكن يفكر فيها اول سؤال بيقول لي النقط spending the weekend in alexandria اولا دايما لازم تكون زكي كده في المتحم بتاعك question mark صح دي علم استفهام علم استفهام يبقى لازم اختار من الاختيارات بتاعتي سيغة سؤال فعندي you could عمرك شفت السؤال بيبدأ ب you لا عمرك شفت السؤال بيبدأ ب let's لا يبقى انا كده باختار بين why don't you و have you considered حلو الكلام why don't you ديت بيجي وراها infinitive الفعل في المصدر لكن have you considered بيجي وراها الverb ما تضفله ing فلو جينا بصينا بعد النقط عندي spending دي ING بقولي الإجابة بي سكة السلامة والإجابة الصحية الإجابة دي طيب جملة اللي بعدها بيقول he is really beating himself up over failing the exam بص لما تلاقي عندك beat up beat himself up على بعضها كده اعرف ان ده واحد عمال يلوم نفسه بيه موت نفسه من اللوم عمال يلوم نفسه ويقول ليه ليه أنا عملت كده فأنت قول ما تشوف beat himself up تعرف ان دي صيغة ايه صيغة لوم أو عتاب طيب فأول رح جايب نكمل بقى وبيقول لك this means ده معناه ايه فأنا عايز أختار من الاختيارات بتاعتي ان هو بيلوم نفسه بص كلمة يلوم معناه ايه معناه blame تاني كلمة يلوم معناه ايه blame يبقى لو جيد بصيد في الاختيارات على الاختيار الصح اللي هي he claims himself يعني هو بيلوم نفسه fulfilling the exam يعني هو بيلوم نفسه ان هو صيد في الامتحان يبقى هي دي الاجابة الصح يبقى لو عتنسى الحتة دي جملة اللي بعدها بيقول لي you a your composition composition ديت اللي هي معناها تعبير تعبير موضوع التعبير بتاعه فبيقول لي انت ايه الموضوع التعبير بتاعك it is full of silly mistakes يعني انه مليء بالاخطاء silly دي يعني السازجة يعني اخطاء ما تطلعش منك يعني فهنا عايز أقول لي ايه بالعربي بقول له انت ايه composition بتاعك موضوع التعبير بتاعك ده مليء بالاخطاء الغباية منك يبقى هنا عايز أقول له انت كان المفروض تراجع موضوع التعبير بتاعك كلمة كان المفروض تراجع حاجة او كان المفروض تعمل حاجة وما عملتهاش دي بتترجم بايه بصة سين بتترجم بالshould او ought to to واللي اتنين بيجوا وراهم have وبعد كده لا ده انت وراي وراي انت وراي وراي انت مستغصداني وبعدهم have وبعدهم الببي اللي هو post participle تصريف تاكلفة يبقى التالي عايز تقول في الجملة كان المفروض تعمل حاجة بس ما تعملتش يعرف ان دي بتترجم بايه تعالك يا بما نجيبي الليزر بتاعنا بتترجم بالshould او ought to بعد كده have بايكية التصريف التالت للفعل الله الليزر ده رائقه طيب تعال ما نبص بقى في الاختيارات بتاعتنا وندور على should او ought to بعدهم have والتصريف تاعت فلو جيب بصيت هنا في الاختيارات هتلاقي الاختيار الصح اللي هو should have revised هو ده اللي صح استعال نعلم عليه كده اهو طيب الجملة اللي بعدها بيقولي I had a lot of money انا معايا او كان معايا لان هنا had expensive t-shirt يعني انا ايه التشيرت الغالي دوت but I don't like ولكن انا ما بحبش bagi clauses ولكن انا ما بحبش الملابس اللي هي اللي style بتاعها الباجي ده يبقى هنا انا عايز اقول في الجملة انا كان معايا فلوس كتير انا كنت اقدر اشتري التشيرت دوت ولكن انا ما بحبش اللي style ده يبقى هنا في الجملة عايز اقول كنت قادر اشتري التشيرت ده صح بس هل انا اشتريته لا فكنا قلنا لو انت كنت قادر تعمل حدث في الماضي ولكن ما عملتهوش دي كنا قلنا بتترجم بايه كنا قلنا ان هي بتترجم بكود وبعدها have وبعد كده post participle تصريف تادي للفعل تاني كنت تقدر تعمل حاجة في الماضي بس ما عملتهاش بتترجم بكود have وتصريف تادي فلو جينا بصينا هنا في الاختيارات هتلاقي الاختيار الصح اللي هي could have put هي دي اللي صح طيب الجملة اللي بعدها she could hardly carry out that difficult أو that difficult task on time وحطيت لي question mark في الاخر ده السؤال المزيل اللي احنا لسا حلين عليه في grammar unit 3 هو احنا قلنا السؤال المزيل ده كنا قلنا بنبص على الجملة لو الجملة مثبتة يبقى السؤال نافي لو الجملة منفية يبقى السؤال هيبقى ايه مثبت طيب احنا هنا لو جينا بصينا للجملة اللي هي she could hardly hardly وانا مش قلت لك ان كلمة hardly بتعبر عن ايه نافي صح يبقى المفروض السؤال هنا يكون اسبات منطقي دايما الجملة لما تكون منفية يبقى السؤال المزيل بتاعك يكون اسبات طيب يبقى فين الصيغة بتاعت السؤال في الاختيارات يبقى الإجابة بي ما تنفعش دي مش صيغة السؤال ما فيش سؤال بيبدأ بشي لكن ممكن نبدأ السؤال بكود يبقى الإجابة الصح بتاعتي هالإجابة ايه طيب تعال ننزل تحت شوية جملة اللي بعد كده بيقول بص هو هنا بيقولك نوع ريجرات ريجرات يعني ايه يعني هو بيندم على الحاجة دي بص صيغة الندم صيغة الندم أو صيغة اللوم أو صيغة العتاب على حاجة كان المفروض تعملها لسا لينها فوق اللي يا إما شد يا إما أوت تو واللي اتنين وراهم هاف وبعدها البي بتصريف تاكل الفعل فلو جينا بصينا هنا هنا أنا بعمل ايه أنا بعمل صيغة لوم بيقولي يعني أنا ندنين ان انا وصلت متأخر يبقى انا كان المفروض اوصل في وقتي فكلمة كان المفروض اعمل حاجة اللي بتترجم بي شد أو وراهم هاف وتصريف التالت فلو جينا بصينا هنا في الاختيارات هتلاقي الاختيار الصح عندك اللي هي شد هاف قم هي دي اللي صح طيب الجملة اللي بعدها يعني انت ايه تشتري موبايل اخر يعني الواحد اللي معاك يعني هو يعني جديد وزاكي يعني فكده انا عايز اقوله بالعرب يعني انت ما كان ش المفروض تشتري موبايل اخر لان موبايل كويس فعايز اقول ما كانش المفروض تشتري الموبايل طيب ما كانش المفروض تعمل حاجة بس عملتها دي بتترجم بيه بقى بص يا سين بتترجم بشود او اوت نوت تو واللي اتنين وراهم ايه بص كده تعالى منعلم باللي سود اللي اتنين وراهم هاف وبعد كده تصريف تاتلي الفعل تاني عايز تقول ان انت ما كانش المفروض تعمل حاجة بس انت عملتها دي بتترجم بشود او اوت نوت تو واللي اتنين وراهم ايه هاف وبعد كده تصريف تاتلي الفعل فلو جيت بصيت في الاختيارات اتلاقي الاجابة الصح اللي هي الشود هاف بوت اللي هي الاجابة دي هي دي اللي صح طيب الجملة اللي بعد يعني انا هنا حاطتلي شود بعد كده هاف بقى جاء التصريف التالت للسالين شود وراها هاف والتصريف التالت دي بتترجم بايه ما كانش المفروض يبقى هنا عايزة اقول مكانش هنا بيترجم الجملة وبيقول مكانش المفروض repeat ديت يعني اكرر المستيك الخطأ ده يبقى انا مكانش المفروض اكرر الخطأ ده فبيقول this means ده معناه that i اي ده معناه ان انا اي يبقى معناه ان انا قررت الخطأ صح مانا بقول لك مكانش المفروض اكرر الخطأ يبقى ده معناه ان انا اي قررت الخطأ طب كلمة قررت فين في الاختيارات هتلاقي هي اللي repeated العادية خالص يبقى هنا احنا جبنا الاجابة من معنى الجملة الجملة اللي بعد بيقول نقط consult your dictionary or ask your teacher for help يعني انت ممكن تستشير الدكشنري بتاعك او تسأل مدرس بتاعك او تطلب منه المساعدة سؤال زي ده لو جالك في الامتحان تتعامل فيه ازاي هل ده سؤال لا ده جملة عادية صح يبقى المفروض why why ده سيغة سؤال يبقى ده مش سؤال اصلا يبقى حذفها وhave ده بداية برضو سؤال يبقى برضو ده مش سؤال فعشان كده عزفها فضل عندي مين let's وفضل عندي you could let's ديت لو انا بعرض عليك نعمل حاجة احنا الاتنين مع بعض بس هنا انا بقول لك ايه your dictionary or ask your teacher انا اعمال لك مدرسك والdictionary بتاعك يبقى انا بكلمك عن حاجة تخصك باقترح عليك حاجة انت تعملها مش حاجة احنا الاتنين نعملها هباقترح عليك حاجة انت تعملها يبقى طالما حاجة انت لوحدك بس تعملها يبقى let's دي مش هتنفع ليه لان let's دي معناها هيا بنا يعني معناها ان احنا الاتنين مع بعض هنعمل الحاجة فاحنا هنا مش هنعمل حاجة مع بعض يبقى let's غلط and you could هي اللي صح طيب الجملة اللي بعدها بيقولي النقط about having a nice time together on my farm هنا دي صغيرة سؤال صح وعندي بعد النقط about وبعاك الverb منضف ing بص عندك في صغتين كنا قلناهم وسط الشرح صغة اسمها how about وصغة اسمها what about والاتنين بيجو وراهم الverb plus ing هو هنا من ديني about وبعدها بقى انا nice عندي nice يا اما هو يا اما what فلو جيت بسيط في الاختيارات هلأ what يبقى هي دي اللي صح تعالي نقل بالصفحة مع بعض كده جملة البعض بيقولي he ought not to have sent the email كلمة ought not to بقى كده have بقى كده التصريف التالت دي معناها بالبلد كده ما كانش المفروض ما كانش المفروض ايه بقى sent يعني ما كانش المفروض ابعت ال email ما كانش المفروض ابعت ال email without enclosing the needful attachments يعني بدون ما حط فيه المرفقات اللي احنا محتاجينها فبيقولي this means ده معناه that he ايه ده معناه ان هو ايه يبقى معناه انه بعت ال email بدون ما يحط فيه الحاجة المفروض ان احنا محتاجينها صح فلو جينا بصينا في الاختيارات هتلاقي عندك الاجابة دي بص بقى sent the email يعني هو بعت ال email حلو ما هو فعلا بعت ال email لان كده كان بيقولي ما كانش المفروض ابعت ال email يبقى معناه ان انا بعته ما كانش المفروض دي معناه ان انا بعته بس ما كانش المفروض ان انا بعته كده send the email without بدون enclosing بدون ما حط فيه the needful attachments بدون ما حط فيه المرفقات اللي احنا محتاجينها فعشان كده الاجابة دي هي اللي صح لانه هي مديني نفس المعنى لكن كل الاختيارات دي مش هتنفع في المعنى ليه الاختيار راول بقولك sent the email بعت ال email و enclosed وحط فيه the needful attachments لا هو ما حطش فيه المرفقات اللي احنا عايزينها طب had to كان لازم enclosed the needful attachments with the email برضو دي مش مديني نفس المعنى وبرضو خلي بالك ان هاته معناك كان لازم يعمل الحاجة وعملها وهو هنا ما عملهاش ما حطش attachments ما حطش المرفقات اصلا طب الاجابة c بيقول لي didn't send the email يعني هو ما بعتش الاميل لا هو بعت الاميل بس ما حطش فيه المرفقات بتاع فعشان كده الاجابة الصح ليا الاجابة d جملة اللي بعدها بيقول لي it is prepared يعنيه من المحتمل الكلمة دي اللي هتحل السؤال من المحتمل that he won't come نوع مش هيجي to the company today مش هيجي الشركة النهاردة due to بسبب his illness بسبب المرب بتاعه فبقول لي he cancel the meeting يعني هو cancel الاجتماع انا عندي هنا probably probably بتعبر عن ايه عن الاحتمالية فالاحتمالية بنعبر عنها ب may او might او could تلاتة دول بنعبر عنهم بالاحتمالية فلو جينا بصينا في الاختيارات and lay might يبقى هي دي اللي صح جملة البعدة بيقول لي my computer's antivirus يعني antivirus اللي هو برنامج الفيروسات بتاع الكمبيوتر بتاعي software برنامج دوت a it is without protection now يعني الكمبيوتر بتاعي بدون حماية الآن يبقى كده المفروض ان انا اقول ان البرنامج بتاع الانتي فيروس دوت كان المفروض ان انا نزله او كان المفروض ان انا احدسه على الكمبيوتر بتاعي ولكن انا ما عملتش كده لانه it is without protection now لانه هو بدون حماية الآن فكان المفروض تعمل حاجة وما عملتهاش دي كنا قولنا بتترجم بايه قولنا بتترجم يا اما should يا اما ought to واللي اتنين وراهم have وبعدها past participle تصريف تايت للفعل فلو جيت بصيت هنا في الاختيارات هتلاقي عندك should have والتصريف التالت اللي ايه updated وخلي بالك برضو هتلاقي should have bin وبعد كده التصريف التالت طب ايه الفريق بينه بص should have والتصريف التالت دي بيجي قبلها فاعل هو اللي بيعمل الفاعل لكن الاجابة دي اللي ايه should بعد كده have بعد كده bin بعد كده التصريف التالت ديت لازم يجي قبلها object مفعول هيقع عليه الفاعل طب بتاعنا شفى قبل النقط في فاعل ولا مفاعل قبل النقط عندي antivirus software برنامج الantivirus بتاعي هو البرنامج هيحدث نفسه لا يبقى البرنامج مش فاعل برنامج كده مفعول هيتحدث طالما هيقع عليه الفاعل مش هو اللي اعمل الفاعل مش هو اللي حدث نفسه يبقى كده هو object مفعول طيب طالما هو مفعول يبقى اختار انه اجابة اختار الاجابة دي هي اللي تنفع مع المفعول وهي اللي صح طيب الجملة اللي بعده بقول لي the manager المدير the meeting الاجتماع because لأن he was seriously ill لأنه كان مريض او كان يعني مريض جدا يعني فبيقول لي هنا في الاختيارات had to postpone postpone معناه يأجل هو الراجل كان مريض الراجل كان مريض يبقى فعلا كان لازم يأجل الاجتماع بتاعه صح طيب كان لازم دي بتترجم به بتترجم به had to و had to بيجو وراء ال infinitive فعشان كده الاجابة ايه هي اللي صح ليه had to postpone يبقى تاني هنا في الجملة كان بيقول لي ان الراجل دوت كان seriously ill يعني هو كان مريض للغاية فكان مريض للغاية فعشان كده كان لازم يأجل الاجتماع فكلمة كان لازم في الماضي دي معناه had to اللي احنا اخترناها دي و had to بيجو وراء لإيه ال infinitive طيب بيجي حد يقول لي طب ما هي لازم معناها must ليه ما اخترتش must الاجابة c قلت must دي بتعبر عن المدارة يعني لو انت بتتكلم في المدارة هنا انا بيتكلمش في المدارة لان بص هنا هنا كان بيقول لي he was seriously ill بيكلم عن was بيكلم عن موقف في الماضي فموقف في الماضي فمش هعرف اختار اللي هي الاجابة اللي فيها مصد ديت لان دي بتيجي مع المدارة طيب تعال لما ننزل تحت شوي جملة البعدة بيقول لي have you considered هل فكرت ان انت a report about the conditions in the company جملة دي سهلة جدا ليه لان احنا حلنا اول جملة عليها انا قلت لك have you considered بييجي وراها ايه بيجي وراها الفرب من الضفلو ing يبقى اختار من عندي هنا writing جملة البعدة بيقول لي you behaved rudely يعني انت تصرفت بحماقة with your friend مع صديقك you have behaved yourself انت ايه تقدب نفسك يبقى انا بقول لك ان انت تصرفت بوقاحة مع صديقك انت ايه قدبت نفسك يبقى عايزة اقول له ان انت كان المفروض قدبت نفسك معه شوية وكان المفروض حسنت اسلوكك معه شوية فكلمة كان المفروض تعمل حاجة بس ما عملتهاش قلناها كتير قلناها كذا مرة بتترجم بايه تعالى كما نكتبهم هنا بتتترجم بشد او ought to واللي اتنين وراهم have وبعد كده ال past participle دول معناهم كان المفروض تعمل حاجة بس ما عملتهاش هو مديني بعد النقط مديني have وبعدها التصريف الثالث يبقى nice a should يقولتو فلاقيت عندي مين لقيت عندي should يبقى هي دي اللي صح جملة اللي بعدها بقولي why you spend the weekend in the countryside فرد عليه وقال له that is a good idea طالما رده وقال له that is a good idea يبقى هو كده كان بيعمل اقتراح عليه حلو وفيه صغة اقتراح اسمها why حاجة you اسمها why don't you يبقى تاني فيه صغة اقتراح اسمها why don't you why don't you بيجوارها infinitive الفعل في المصدر فعشان كده الإجابة الصحة عندي اللي هي don't اللي هي الإجابة ايه طيب الجملة اللي بعدها believe we should all احنا يجب ان احنا كلنا spread non-sure a peace السلام because it is the basis انه اساس of stability اساس الاستقرار ركز معايا او في الجملة دي الجملة دي بتتكلم عن او ان وزا والحاجات دي كلها فيه شوية اسماء الاسماء المعرفة دي مش محتاج حاجة قبلها زي ايه مثلا زي love الحب الفعل زي مثلا ابعدي عني ابعدي عني ابعدي عني انت من اول انفيديو معايا ابعدي ابعادي عندي زي love مثلا hate مثلا peace ليونس الله ذي مثلا hour الفعل الفعل الحرية كل دي أسماء معرفة الأسماء المعرفة ديت مش محتاجة أحط قبلها حاجة ولا محتاجة أحط A أو بنقول على برضو الأسماء المعنوية ولا ينفع يتحط بقبلها A ولا AN ولا ذا يعني بيتحط قبلها NO ARTICLE NO ARTICLE يعني مش هحط قبلها أداة خالص يبقى الإجابة الصحة عندي هي الإجابة D ليه؟ لأن P-SYNA معناها السلام فده اسم أصلا معرف عشان كده مش هحط قبله حاجة فعشان كده اخترت النوء ARTICLE إن أنا ما ينفعش أحط أي أداة قبله جبنة البعدها بيقولي النقطة START LEARNING CHINESE طيب ده إيه؟ ده صيغة سؤال صح؟ يبقى LET'S مش هتنفع طيب فضل عندي HOW ABOUT بييجي وراها الفيرب من ضفله ING وأنا عندي هنا START THE INFINITIVE مصدر يبقى مش هينفع HOW ABOUT طب عندي WHY DON'T YOU نايشي WHY DON'T YOU بييجي وراها ال INFINITIVE المصدر وهنا عندي START دي INFINITIVE مصدر يبقى عشان كده الإجابة C صحيحة طب عندي الإجابة دي HAVE YOU TRYED TO لا ما في كلم مفروض أشيل TO ديت وبعد TRYED أحط الفيرب من ضفله ING فبرضو الإجابة دي غلط يبقى الإجابة الصح هاي الإجابة C طيب الجملة اللي بعدها I MIGHT STOP WORKING خلي بالك هنا بيقولك MIGHT MIGHT يعني أنا ربما ربما STOP WORKING إن أتوقف عن الشغل FOR THIS COMPANY للشركة دي يبقى MIGHT هنا معناه إيه؟ ربما احتمال احتمال يعني إيه؟ حاجة ممكن تحصل وممكن إيه؟ ما تحصلش فبيقولي هنا THIS MEANS ده معناه إيه؟ هل معناه إن أنا I AM COMPLETELY SURE أنا متأكد تماما THAT THIS WILL HAPPEN إن ده يحصل لا ده أنا بقولك ربما يبقى دي مش هتنفع طيب الإجابة بي بيقول لي THERE IS A CHANCE هناك فرصة THAT THIS WILL HAPPEN إن ده ممكن يحصل آه هناك فرصة دي معناها إن فرصة يعني احتمالية احتمال إن ده يحصل وإحتمال ما يحصلش فالإجابة دي مديانة نفس المعنى لأن هنا أنا كنت بقول ربما احتمالية في احتمالية دي يعني فيه فرصة تحصل فعشين كده الإجابة بيمدي يعني نفس المعنى لكن الإجابة سي بيقول لي I HAVE MADE UP MY MIND MADE UP MY MIND معناها قررت أنا قررت إن أنا أتوقف عن الشغل لا أنا ما قررتش أنا بقول لك احتمال فبرضو الإجابة سي ما تنفعش طيب الإجابة دي بيقول لك I AM COMPLETELY SURE THAT I WILL GO ON WORKING FOR THAT COMPANY إن أنا هستمر GO ON DEEP معناها هستمر إن أنا هستمر في الشغل للشركة دي لا أنا ما قلتش إنها متأكد إن أشتغل دي أنا بقول لك ربما أتوقف عن الشغل ربما يعني ممكن أكمل ممكن ما أكملش يبقى برضو الإجابة دي غلط يبقى كده الإجابة الصح الوحيدة هي الإجابة B طيب ننزل على الجملة الأخيرة في الصفحة دي بيقول لي YOU COULD DO THIS TASK يعني أنت تقدر تعمل التاسك المهمة ديت WITH YOUR FRIEND مع صديقك IF YOU WISH لو أنت عايز فبيقول لي THIS SHOWS A ده بيظهر A لما تلاقي YOU COULD محطوطة كده في بداية جملة وبعدها INFINITIVE المنصدر اعرف أن دي غالبا بتبقى صيغة اقتراح فاقتراح دي معناها ايه SUGGESTION يبقى أختار من عندي الإجابة ايه هي اللي صح لكن ABILITY دي معناها قدرة PLAME دي معناها اللوم وعندك REFUSAL ديت اللي هي الرفض طيب تعنيلي بالصفحة عندي جملتين كمان بيقول لي WHICH OF THE FOLLOWING SHOWS POSSIBILITY POSSIBILITY ديت معناها الإحتمالية يعني بيقول لي من اللي قدامك دوت مين اللي بيظهر الإحتمالية الإحتمالية يا سيدي هي MAY أو MIGHT أو COULD تلاتة دول ما اللي بيعبروا عن الإحتمالية فلو جينا بصنا في الاختيارات نلاقي الاختيار الصح هي دي اللي بتعبر عن الإحتمالية عشان فيها COULD طيب الجملة اللي بعدها WHICH OF THE FOLLOWING EXPRESS REGRET يعني أي من اللي قدامك دوت لا يعبر DOESN'T EXPRESS يعني لا يعبر لا يعبر عن إيه REGRET يعني الندم يعني كلهم بيعبروا عن الندم وفي جملة فيهم لا تعبر عن العدم هو اللي عايز نخترع طيب أول اختيار SHOULD HAVE بعدي كان REVICE التصريف الثالث SHOULD ومعاها HAVE ومعاها التصريف الثالث دي بتعبر عن الندم أو اللوم فمش هينفع أخطرها لأنه عايز اللي ما بتعبر عن الندم وعندك I'M SORRY برضو أنا آسف دي بتعبر عن الندم فبردو مش عايزها وهنا بيقول I REGRET أنا ANDEM REGRET دي معناها ANDEM فبردو يتعبر عن الندم فبردو مش عايزها ففضل عندي الاختيار C بقى أكيد هو اللي صح اللي هو بيقول I SHOULD REVICE أنا يجب أن أنا راجع well الكويس FOR THE NEXT exam لامتحان اللي جاي فهي دي اللي ما بتعبرش عن الندم بتعبر بس عن النصيح أن أنا بنصح نفسي بقى هي دي الإجابة اللي هو عايزها اللي ما بتعبرش عن الندم ترجمة نانسي قنقر